أربعة تفويد حقيقة الموضوعية والموضوعي في الواقع الأمور ليست كما هي بالفعل بالفعل الحكمة الشعبية المدة هي حقيقة موضوعية منحنا إياها لا بالإحساس نفس يمكن والافتراض أن هناك فئتين من الواقع الأولى الموضوعي التي لا نواجهها حقاً والأخرى الذاتي التي نعيش فيها جميعاً بطريقة أو بأخرى في مكان يتقاطعون وفي مكان يختلفون بشدة أي أن هناك جزءاً كبيراً من الواقع الحقيقي الذي لا يدركه الشخ ببساطة إما أنها لا تدرك جسدياً الموجات فوق الصوتي الأشعة فوق البنفسجي الإشعة أو أنها تدرك ولكنها تتجاهل الرديو خلف الجدار الجيران يتحدثين نحن ببساطة لا نعرف أي شيء عن جزء أكبر من الواقع الموضوعي ما الذي يحدث على كوكب آخر في مدينة أخرى لماذا الكوكب ما يكمي في جيب المرة أو ما يفعله الجر؟ هذه هي الحقيقة المضوعية تلك التي تتجاوز ذاتي من ناحية أخرى هناك شيء قد لا يكون موجوداً بالفعل ولكنه يؤثر على حياتنا موجات اليوت أو الخبث أو البرانة أو خطوط الطول أو حدود الولاية أو قواعد المرور هذا شيء على أساسه نتصرف نحن الناس بطريقة أو أخرى هذا شيء لا يمكن أشعر به هذه حقيقة ليست معطى لنا في الأحسيس إنها فقط في رؤوسنا من المفجد أن نفهم أننا نتصرف بطريقة ما بناء على الواقع ذاتي بناء على ما نعرفه عن العالم والحياة لكن الواقع الموضوعي ليس له أي تأثير تقريباً على سلوكنا معك هناك نوع من الواقع الموضوعي ولكن بما أنه لا يؤخذ في الاعتبار فهو ليس حقيقة ذاتي يتم تخطيط السلوك وتنفيذه على أساس ليس منه عميلك لا يجلس أمامك بتواضع الآن لأنك كيس من اللح بالعظم إنه جالس هنا لأنك ساحر وساحر وستجعله سعيداً بالمناسبة فهو يؤمن بوجود زحرك أو احتراف تاجرك وإلا فلماذا يجلس هناك كما يؤمن بالسعادة والاحتراف وإمكانية حقيقها رجل يعمل على أساس ما تؤمن به هذا بالضبط ويطلق عليه الواقع إذن لدينا حقيقتان الواقع المدي لكوننا والواقع الغامض في رؤوسه الأول موجود من تلقى نفسه وفي معظم الأحيان لا يمكن الوصول إليه من قبل أجهزتنا الإدراكي الثاني أكثر صعوب إنها ليست بمفردها تماماً ما زلنا نحن الناس ندرك بطريقة ما جزءاً من الواقع الموضوعي وهذا الجزء موجود في واقعنا الذاتي هناك السيء يجلسون عليه هذه هي الطاول يأكلون عليها فأسيل علي باليفت شخص سيء أسقط الطارية على ساقي ثلو نقطة الغذاء والنم والدء والألم والمتع يربطون بالواقع الموضوعي ويمنعنا من الانهياء التم كل شيء آخر غير موضوعي صوفي الهذيان رومانسي إيمان حلم الحياة شبه الاحتياجات نهائي وهمي تواصل القائم لذلك الجزء الذي لا يوجد فيه الواقع الموضوعي في الواقع الذاتي يمكنك الخروج بأمن من نطاق تفكيرك ما الذي يهمك في هذا الواقع الذي لا يتوقف عليه شيء لا السعادة ولا الحزن ولا الحظ ولا الحب ولا راتبك أيها الصحة الأعزاء هذا لا يؤثر بشك مباشر على سلوك الناس أو صحتهم أو مزاجهم كل شيء من أجله العميل أو أنت إليه سوف تظهر فقط إلى الواقع ذاتي هذا لا يزال حقيقة موضوعي جزئيا لكن جزئيا فقط الواقع الموضوعي الهدف جزئيا جزئيا نظر لأن الناس يغصرفون بناء على الواقع ذاتي في رؤوسهم فمن الممكن تغيير السلوك من خلال التأثير على قايم الذاتي المثال المفضل هو شرب البول حسب مال خوف بغض النظر عن مدى مذاقه أو صحته من وجهة نظر حقيقي فإن معظم الأشخاص الذين يشربونه يفعلون ذلك بناء على الواقع الذاتي قل قليلا أن نسهبوا إلى معمل الكيميا وقموا بتحليل هذا البول وفحصوا كيف يعمل وماذا يفعل هل تريد الشفاء؟ قصة؟ إيمان؟ نشرب هل اختبرت بنسك فائدة ديرول مع إكسيليتول في مكافحة التسوص؟ هل تقوم بتنظيف أسنانك؟ لم يتصل بأمس إنه لا يقدر ذلك لذا فهو لا يحب ذلك واليوم كان في مزاسي طوال اليوم اتصل بي بالأمس إنه يحبني لذا فهو يحبني اليوم هو في مزاجي طوال اليوم اليوم هو نفسه وكنجيل من جداتنا يخمنون على للبابونج في الواقع الموضوعي فقط ظهر موزقة تل سلوك الإنسان بواقعي الباطني الغام هذا هو السبب في أن الضع الجماعي ممكن حتى عندما يكون كل شيء على ما يرام إذا أبلغت وسال الإعلن شخصا أن تسونني مشاع قادر هل تذكر القصة الشهيرة عن البرنامج الإذاعي حرب العوالم الذي تسبب في حال من الضع الجماعي من خلال مذابح وإراق الدماء وأعمال الشغب في شكاه ابتكر محرر البث المتحمس والمبتكر خدع تم عمل للبرنامج الإذاعي في إطار تقرين مباشر من مكان الحاذ قروا عدم تحذير مستمعين من أن هذا برنامج إذاعي يمكن للناس أن يخرجوا ويروا أنه لم يكن هناك كائنات فضائي لكنهم اتعدوا في حال نذعر في جميع عنح المدينة واستمعوا باستمرار إلى أجهزة الراديو هناك فقط إذاع عن هجون مريخ حسن المريخيين وعندما آمن ملاي السوفيت بما يكتبونه وينقلونه أكثر مما يؤمنون بما يحدث في الفناء بالمناسبة معرفة الكلاسيكية تساعد في بعض الأحيان الشخص الذي يؤمن إيمانا راسخا بأن النبي محمد ينقل الجبال بكلمته يركع خمس مرات في اليوم في مواجهة مكة وينحني هناك الشخص الذي لا يعتقد ذلك لا يفعل ذلك الشخص الذي يعتقد أن هناك سموما في الجن في صد خطوط الطول وتحتاج إلى تطهيرها يشرب البول الشخص الذي لا يعتقد ذلك يشرب ما يشاء لحظ لا حدا يقف بمدفع رشاش خلف ظهر شخص يشرب البول أو يركع في الكنيس يعتقد الشخص ببساطة أنه ضروري أو مفيد جدا ويفعل ذلك نفسي هذا شيء مهم جدا تحدد الذاتي السلوك وليس الظروف الموضوعي يستخلص الشخص استنتاجات من هذا الواقع الخاص به لكن سلوكه يصبح بالفعل حقيقة موضوعية تماما ليس الواقع يحد السلوك نظرة للواقع نفس الأشخاص إذا بدأوا في الهزة تحل الأرض سوف يتصرفون بهدوء إذا تم إبلاغهم بشكل مقنع أن هذا زلزال خفيف كرتان والآن سوف يمر لكن إذا قلت أن هذه كارث فإن نهاية العالم والآن سينام الجميع سيكون رد الفعل مختلفا تماما إذا لن يقنعك المثال الكارثي ففكر في الأمر هل رأيت شخصيا عنصر التسخين الذي يجمع الحجم ويبطئ خزان الغسال ليس على شاشة تلفزيون ولكن شخصيا في سيارتك الخص هل تشتريك الغون هل تحققت شخصيا من الاختلاف التركيب الكيميائي لمسحيق لو كانتين هسبق لأن رأيت عثى الفطريات الرخمي على الأقل في الكتاب المرجعي وليس على التلفاز بجام المكنسة الكهربائية التي افترعت خصيصا للتعامل معها لقد اهتموا الناس الذين ينظرون إلى وجه الواقع لا يزال بإمكانهم الاستمرار في عدم رؤيته على أنه فارغ لأنه لا يدعم التوقعات ولا يتناسب مع واقعهم الذاتي فيما اعتدوا على تصديقه يعتبر الناس أن ما يحدث هو حادث لم يفهموا شيئا ما ويفضلون غالبا عدم ملاحظة ذلك هل تغسل أسنانك بالفرشات للحفاظ على صحتها؟ هل تذهب إلى أطبال أسنان؟ ماذا عن كل أصدقائك؟ حقا أيضا هل تستمر في تنظيف أسنانك بالفرشات؟ لا يمكنك حقا التخلص من أي شيء الواقع الذاتي للشخص إذا كان عالقا فلفترة طويل ولكن يمكنك إضافة أو تغيير محاذاة القوى أو شرحها بطريقة مختلف لذا فأن تعال مع الواقع الذاتي لعميلك من الممكن غزو الواقع الذاتي لشخص آخر الواقع الواعي بطريقتين فقط الأول هو تغيير الواقع الموضوعي بشكل كبير تغيير درجة أن نوع الشخص مجبر على ملاحظة هذا التغيير أحيانا يحتل الشخص إلى ضرب رأسه بالحائط عدة مرات حتى يدرك أن الباب قد تم تحريكه الخطوة على أشعل النار الطريقة الثانية هي غزو الواقع الذاتي بمساعدة الواقع الذاتي أي بمساعدة الكلمات اللبنات الأساسية للوعي إذا كنت أعرف كيفية القيام بذلك فلا تتردد في تسمي نفسك بالسحر الواقع الموضوعي يعتمل على الكلمات ويتم ذلك بالكلمات يكرس السحر بشكل عام الكثير من الجهد لفهم المصطلحات بشكل صحيح الطاق المجال خطوط الطول هي كلمات عادية تماما لكن فهمه الصوفية يضيف الكثير من الأشياء الجديدة إلى صورتنا عن العالم كلمات مثل الشقرا وشنبالا والأنى الفائق والسديستانة والتدريب والأعمال غير التقليدية والأيض العقلي والإدارة الحتمية والاستطان هي بالفعل تأخل مباشر أكثر في واقع المستمع الكلمة تؤثر على الواقع الذاتي المستمع وهذه الحقيقة تؤثر على سلوكه بالتالي فإن الكلمة هي أصوات مصنعت لتغيير سلوك شخص آخر الكلمات لا معنى لها الكلمات ليست معلومات الكلمات ليست معاني الكلمات نوبات كلمات هذه تعويذ الكلمة المنطوقة ليست مجرد كذب إنه أيضا فعل تأثير اختر كلمات معينة ليس لأنها تعني شيئا ما ولكن لأن هذه الكلمات ستؤثر على سلوك الشخ الذي تريد التأثير عليه الآن وإذا نتهدي لا توثر اختر الآخرين إذا كنت تتذكر هذا فأنت محترف في الاتصال بركه وساحر إذا بدأت في الخوض في معاني الكلمات فأنت من ينخدع صراحة وضنا بأهداف نبيل حتى يتعاف على سبيل المثال أو بأهداف أقل نبلا حتى مرض أو ببساطة أعطى المال الكلمات هي وسيلة لتغيير سلوك شخص آخر أو لك التنوين المغناطيسي ذاتي مي على هذا على سبيل المثال التأكيدات التأكيدات هي نوبات مصممة لتغيير حال الفد أو سلوكه أنا الأكثر سحرا وجاذبي أنا جذاب ولكن أيضا قوية وشجعة وغني في اللحظة التي يتغير فيها واقعنا ويبدأ إدراك العالم بشكل مختلف وفقا للكلمات الجديدة نبدأ في التصرف بشكل مختلف للانطلاق من فكرة جديدة عن الواقع ونتحقق من النتائج بالفعل في الواقع الجديد المتغير هل أنت سيء؟ هذا يعني الكثير من الخبث والشيء السيء يعني خروج الخبث جيد جدا أكمل الخبث قادل لقد بدت العملية كلما كان الأمر أسوأ الآن كان ذلك أفضل لاحقا سيخرج الخبث بشكل أسرع بحاجة لابتهاد يتم التحكم في السلوك من خلال صور العالم ويتم التحكم في الصور بشكل أساسي بالكلمات إذا كنت لحاجة إلى إدارة سلوكك الخاص فمن المفيد أن تؤمن للكلمات الصخيح إذا كنت ستتحكم في سلوك شخص آخر فعادنا لا يكون من المفيد لك أن تؤمن للكلمات المنطوق انظر عن كثب إلى المحاور الخاص بك واستمع إليه ما هي الكلمات التي يستخدمها وما هي الكلمات التي يظهر أنها مهمة لفسه بالمناسبة ما الذي يعرفه حتى في الروسية هناك فرق بين الأسرق والأسرق ولكن ليس في اللغة الإنجليزية بالتالي إذا جان العميل يتحدث الروسي فإنه يرأي يلاحظ لونين في هذا العالم بين سيلاحظ العميل النطق باللغة الإنجليزية لون واحدا فقط قوس قزع الإنجليزية له ستلوان وليس سبع هل تعرف الفرق بين القرمزي والأرجواني؟ أم أنها كلها حمراء بالنسبة لك؟ يقولون إن هناك قبيلة أمريكية لها ثلاثة لون فقط في لغتهم الأحمر والأصفر وأخرى بهذا المعن فإن البنطلونات الزرقاء والقميص الأخضر لمثل هذا الهندي من نفس اللون وصدق لون واحد يراه؟ إذا جان اللون الأخضر فقط بالنسبة له ليس أصفر وبين الإسكيمو وتشوك تشيز على سبيل المثال هناك أكثر من عشرين اسما للثلج حالاتها المختلف من أجلك وأنا ثلج، قشر، رطب، متفتت، قذر، ماذا أيضا؟ ولحن في الحقيقة لنلاحظ كل التدرجات الأخرى الموجود لأنه ليس لدينا أسماء لذلك لم نتعلم هذا لكن بعض النساء على دراية بألوى صبغ الشعر والرجاء في مركات السيارات حتى سنة الصن بالنسبة لأحد الملفين السيارة عبارة عن شيء به أربع عجلات ويتميز بصدق فقط عن طريق اللم من ناحية أخرى يتعرف على الفر على ميكروترون ويميزه عن السيكلوترون وبالتأكيد لا يخلط بينه وبين بيتاترون نعيش جميعا في واقع ذاتي يتكون من كلمات في عالم مسم عالم لدينا كلمات من أجله من ناحية أخرى فإن الأشخاص الذين يعيشون في العالم المسم يعتبرون كل شيء حقيقي توجد له كلمات هناك كلمة برانا هذا شيء بالفعل حتى أن تقول لا برانا أو لا كرنى يجب أن تتخيل أولا بطريق ما شيئا غير موجود إن كر شئ ما نخلق في نفس الوقت صورة له هناك في الداخل في واقعنا الذاتي لا عجب أن الملحدين هم أكثر الناس إيمانا بالخرافات إنهم يؤمنون بلا نهاية الكون وفي التنبؤات الجوي وفي تعليقات نقاد الأدل وكرة القدم وفي أمثل من المناهج الدراسي غالبا يؤمنون بقطة صودة في كل مرة تحدل فيها الواقع الذي يعيش فيه الشخط الجالس أمامك الدفء، الجمال، الراح، السلام، الراح، الانسجام، التفاهل المتبادل أول كفاء، النجاح، الرضح، التقدم، الحزم، القوة، الثق، العزم ويمكن أن يكون رائع، أنيق، رائع، مشرق، عصري، باهة، فاحش، زاشن واجب، واجب، ضرور، يأس، إنه ضروري، إنه حق القانون، نقطة نقطة نقطة، تدفقة الطاق، خطو الطول، البرانة، الطاق الحيوي، الخبث، الغرض وعميلك بناء على واقعي، المسم سوف يتخذ نوعا من الإجراء النشط بالنسبة له، بالنسبة لواقعي، منطقي وحشي تماما بالنسبة لشخص من واقع آخر تذكر كيف أن كبار السن، الدف، الإيمان، الواجب، القواعد، الاحترام يرتبطون بالشباب الذين يضعون الأقراط في آذانهم وشعرهم المسبوق، رائع، أنيق وهذا بدورها للرومانسية والحاجة إلى أن تكون مثل أي شخص آخر في حقائق مختلف، يطلق على السحر بشكل مختلف الشعان والمستشارون تذكروا هذا لحظ أنه في نفس الموقف المتطابق موضوعيا، يمكن للناس أن يتصرفوا بشكل مختلف وفقط لأن لديهم حقائق ذاتية مختلف في حريق، تندفع أم إلى طفل ومرأة متزوجة إلى مجوهرة ومرأة غير متزوجة على رسائل أس هولمز هناك، وفقا لقصص جون كريندر وجوديث دي لوجر، قبيلة مثيرة للاهتمام في اندونيسيا في ألغابات الاستوائية الذين يعيشون طوال حياتهم في بيئة كثيفة من النباتات وكل خط البصر هناك بحد أقصى خمس أمتر وكل شيء آخر هو غاب لذلك لا يفكر شخص من هذه القبيلة في مسافة أبعد من من ثلاثة إلى خمس أمتر عندما تم نقل شخص من هذه القبيلة إلى السهل، حيث كان قطيع البسون يرعى من بعيد حاول ساكن الغابة لإمسك بهم بيديه كما لو كان الناس يمسكون الحشرة أمام وجوههم الجموس بالطبع كبير وهذه نوع من الحشرة لأي محاولات لتوضيح أن هذه الحشرة هي ثيران فقط بعيد فقط صخري وبعد ذلك عندما قربونا بالسيارة أو معجزة نمت الحشرة إلى البسون نمت ببساطة لا توجد مسافات كبيرة في صورة عالم هؤلاء الناس وبالتالي لا يوجد أي احتمال على الأقل بعيد نعيش جميعا في واقعنا الخاص في أفكارنا حول العالم والناس وأنفسنا شيء آخر هو كيف يختلف الناس في هذا الجانب من السياج النفسي عن هؤلاء أولئك الذين يتوهمون من هذا الجانب كانوا قادرين على الاتفاق لكن هؤلاء لم يكونوا كذلك هذا هو معيار الرفاهي العقلية القدرة على التكيف مقدر قدر الشخ مهما كان على التكيف والاستقرار والاستقرار بين الآخرين إذا كانت الإجابة بنعم تم تكيفها إذا كانت الإجابة بلا العصل من المفيد أن نسأل أنفسنا السؤال التالي كيف يمكنني أن أوائم واقعي الذاتية مع الآخرين؟ أو أتصالح مع حقيقة أن من حولي لا ينظرون إلى العالم كما أفعل؟ نقط أو على الأقل تجربة الافتلافات بصمت إذا تجاهل شخص ما الافتلافات واعتقد أنه يعرف الحقيق فستظهر مظاهر متعصبة غير سر للغاية مذابح وحرق عمل وشاجر وصم وحملات صليبية أخرى من أجل الإيمان بعد كل شيء إذا كنت أعرف الحقيقة الوحيد الحقيق يجب أن أضع الجميع بالترتيب كانت أوروبا بطريقة ما غير محفوظ أو ربما محفوظ كان لديها ألبابة غريغوري السامع وكان لدى ألبابة وفقا لأفكارنا الحالي بعض القصور العقلي ذات يوم أدرك بصد أنه القديس بطرس مجرد تجسده المباشر ولأنه كان واثقا من ذلك بصد فقد بدأ بكل طريق ممكن كمسيحي صالح في دفع كل من حوله إلى طاع القدس حسن لا يمكنك ترك أنس على خطأ إذا كنت أعرف على وجه اليقين أنني القدس بطرس وماتي لذلك سرعا أدرك من حوله أنه من الأسهل الاتفاق بطرس بطرس بالطبع بطرس انتهى البابة نفسه بشك سي وهو أمر لا يثير الدهش بشك عم لكن الرواسب بقيت لأن البابة والتاليين أدركوا أن هذا له معنى كبير ومنذ ذلك الحين يعتبر البابة نائبا للقديس بطرس على الأرض هكذا كان مجرد أسقف لروما هذه نقطة مهمة للغاية إذا كان شخصا يعتقد بصد أنه يعرف الحقيق فإنه كقاعد عم يميل إلى النضام من أجلها وإلا فإنه يشعر وكأنه مرتد ومرتد وما إلى ذلك وإذا كان شخص يعرف أو على الأقل يخمن أو ربما يعترف بأنه لا يزال لا يعرف كل شيء ليس الله بعد ولكنه قريب الفعل في هذه اللحظة يصبح العالم من حوله أكثر وضوحا والواقع أقرب قليلا يصبح من الواضح أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الحقائق وهذه الحقيقة ليست أكثر صحة من أي حقيقة أخرى حقيقة واحدة فقط يمكن أن تكون الآن أكثر فائدة من الأخرى وبعد فترة من الوقت تكون حقيقة أخرى أكثر فائدة من الأول إذا كان بإمكانك الاختيار بين الحقائق فأنت أكثر حرية ربما هذه فرصة للنظر إلى العالم كما لو كان غير مألوف إذا كانت لدي بعض التوقعت من فهذا لا يعني أنه يفي بهذه التوقعات لا أعرف ما هو أنا لا أعرف ما هذا عد عندما أفعل هذا هذا العالم يستجيب لي هكذا لأن قد يتحول أمر بشيء مختلف من تعرف ليس من المفيد أن تؤمن بشيء واحد لا يتزعزع من الجيد أن تتصرف كما لو قنت صدقها الآن نحن نصرف ونتحقق هناك نتيجة مرغوب رائع نواصل بنفس الروح نتيجة أخرى نسأل أنفسنا السؤال ماذا يمكن أن يكون أيضاً؟ ما الذي يمكن فعله أيضاً؟ كيف نحصل على ما تريد؟ تذكر كيف نعامل أنفسنا عاد؟ في البداية نتصرف كما لو أنه لا شيء وسيختفي من تلقى نفسه ثم إذا لم يمر ندأ في شرب الشاي مع العسل ونرفع أقدامها ونضع لصقر الخردل ثم إذا لم لم تمريرها فإنا نتسلق مجموعة الإسعافات الأولية الخاصة بالحبوب في كل مرة أمن بسط أفعالنا في حال الفشل نلجأ إلى الأصدقاء والأقارب والمعارف كما لو كنا نعتقد أنهم يعرفون كيفية القيم بذلك ثم نتصرف كما لو كنا نعتقد أن المساعدة المهنية مطلوبة ونذهب إذا لن نعد قادرين على المشي نتصل إلى الطبيب علاوة على ذلك حتى لو كنا لا نؤمن باحترافية الأطباء فإننا نتصرف اتصل اشتري الأدوية حسب وصفاتهم وشربها وخزة كما لو كنا نؤمن بقدراتهم وإذا كان شخص يعتقد فهو مقتنع حقا بأن العلاج الوحيد لجميع الأمراض هو جس الخردل فمن ناحي كان سيساعده في من الحالات ولعدم وجود جس الخردل في المنزل وهو موعد مع الإسهال لكنه بالتأكيد سيحضر من حوله إلى القبل ليس من الجيد الإيمان بشيء واحد لقد مر الكثير منا بمرحلة المراهقة وربما تتذكر أنه في هذا العصر من المهم جدا فهم العالم والرغبة في إخضاعه ابحث عن القواعد التي يعمل بها يأتي الكثير من الناس إلى البرمج اللغوي العصبي والتنوي المغماطيسي وعلم النفس وممارسات الطاق والفلسفة الشرقي أي أنهم يتعلمون السحر بطريقة أو بأخرى لنفس الشيء لإيجاد طرق للتأثير بشكل فريد على هذا العالم بحيث ويفع ما تفعله يريد مثل أخبرني كيف يعمل هذا العالم قم بفكه بالمسامير أعطني المخططات وسأكون حاكم العالم للأسف نحن لا نعرف هذا العالم نحن لا نعرف قواعده اعتدنا على ذلك أكثر أو أقل عد إذا تصرفنا بشيء من هذا القبيل فهذا ما يحدث تقريبا في النهاي ولكن ليس دائما ليس في جميع الحالات ولكن ربنا فقط في كثير من الأحيان أكثر من غير ذلك حتى لو قمنا بتحليل بعض المخططات العام نعم فهي تعمل لكنها مثل قوانيوك تصل إلى حد معين بعد ذلك تبدأ قوانين أي مشتاين في العمل وتعل أيضا حتى حد معين ثم هناك قوانين أخرى نعاول بطريقة ما وصف هذا العالم ضغطه في الإطار وإعطاء التعريفات وإن شاء الأنماط لكنها لا نعرفه الكلمة المنطوقة كذب ومع ذلك فإن الواقع اللفظي يتحكم في الشخص الواقع ذاتي هو الذي يحكم السلوك وليس الواقع المضوي ما يحتاجه بالفعل أنك متأكد من أنك تفهم أن شيئا مثل حدود الدولة هو حقيقة ذاتي أي أنه غير موجود في الطبيع لا يمكن لمسها لكن بسببها الحروب الصراخ الضجيج الجيوش وما إلى ذلك شيء مثل المال هو حقيقة ذاتي إنه غير موجود في الطبيع لكنه يتحكم بشك كبير في السلوك من الناحية العملية لا يوجد سوى قطع من الورط مقطوع بطريقة معينة مع صور مرسوم عليها آسف صور شخصي دولاراتنا غير مجدية على الإطلاق في قبائل إندونيسيا هناك أنيات جموس صلي لها قيمة اسمي والدولار لا يمكن إلا أن يشعل النار الإيمان والدين والتصوف والخرافات حقيقة ذاتي لكنها تتحكم في السلوك الأفكار والأيديولوجيات والمباد والمنطق والرياضيات والفيزياء بمعنى أنها نظرية هي حقيقة ذاتي لكنها تتحكم في السلوك حتى أنه يسمح لك ببناء بعض الدبابات والمحركات والمروحية وأخيرا الزلاجات بأغلبية الأصوات مع معارض واحد كورنيكوس نعتبر أن مسألة الأرض الشمس قد حلت دعا ننتقل إلى السؤال التالي نقطة قواعد الطريق افتراضية تماما إشارات المرور والعلامات ليست أسوار عوديان ومع ذلك فإن الأشخاص المطلعين على القواعد يتوقفون ويتجولون وينتظرون لأنهم يعرفون ما تعنيه هذه الخطوط والأيقونات الغريب نعم في البداية يتم فرض هذه القيم بعد ذلك يعيش الناس أنفسهم عليها لأنه الآن في صورتهم للعالم أصبح الرسوم تعائقا حقيقيا مثل شعا معدني بمجرد أن صادفنا رؤيا من شب رقضت بكل قوتها للقبض على طفل نفد منه على الطريق لكن رقضت حول العشف على الرصيف ثم على الحمى الوحشي جسبيا لم يمنعها شيء من القطع لكن الحواج كانت بالفعل في رأسها نحن حاجة إلى نفس الشيء أن نتلقي المعلومات وتقترح خيارات من تلك التي تناسبك أكثر وتشير إلى بعض التقاليد والملفين والاستنتاج عندما يكون كل شيء جاهزا يمكن تركه للعميل ليقوم به بمفرده إلى أين سيذهب الآن إذا كان النمر يعود إلى الورق وقبل الكيك اتجاه الحركة يمكن التنبب به تماما يبقى أن نؤلف قصة خرافية يرى فيها شخص بصدقك أمامه وخلف لسماع النمر ما هي الحقيق تسأل يامين لا شيء هل أنت بتعبير أدق هو بحاجة إلى نمر أن تتحرك في هذا الاتجاه إذا صادفت كتبا عن الأعمال والتسويق وما إلى ذلك فلاحظ أن معظم الكتاب مخصص لشرح سبب وجوب التفكير بهذه الطريق وعندها فقط ما يجب فعله وفي الكتب الأخرى التي تعتبر راء أكثر صراح يشرحون لك أولا سبب تسليط الضوء الحقيقي هنا وعندها فقط ما ليجب فعله حيال ذلك من وماذا يدفع؟ في بعض الأحيان يحدث العكس ما يمشأ سؤول فه إذا كان السؤال أول ماذا؟ فسيظل السؤال لماذا؟ والإجابة عليه عليك أن تشدد لماذا من الأذنين؟ لماذا أجلس في وضع اللوتس؟ ولكن لأن السوبر برانا من الخميس إلى الخميس لا تمر بشكل جيد النقط وتشعر أن السوبر برانا بحاجة إلى التعزيب طريق ما قصة أخرى إذا جاء إليك شخص وطلب منك أن تعطيه عشر أرباحك لبقية حياتك فكيف سيكون رد فعلك؟ ولكن إذا سميت ضريبة لأن هناك قانون فهي ليست مثل السرق حسن المزيد سيأتون إليك بقطع من شعر يطلبون المال مقابل ذلك رد فعل طبيعي كما تعلم لكن إذا كانت هذه شمع يمكن وضعها للراحة ستكون باهظة ثمن للصحة المرأة التي تحترم نفسها إذا أرادت الذهاع إلى مكتب التسجيل معهم فلا تبدأ بهذا على الفور هناك فترة طويلة تبدأ بحقيقة أنا لا أصحبك إلى مكتب التسجيل وبعد ذلك فقط بالمناسبة نفس الشيفي لاتجاه المعكس وهذا يعني أن الرجال الذين يقفزون ويطالبون فورا لنذهب إلى مكتب التسجيل غالبا ما يحصلون أيضا على دور من البواب من ناحية أخرى إذا كنت قد جذبت الانتباه والوعي المستبعد ولكن لم تعطي اقتراحا لم يقل ماذا أفعل ثم سوف يتم أخذك للاتباك مجامل ومحاطة لمدة ثلاث سنوات وهذا كل شيء شكراس عالمي فضو الهنود القدم استخدام هذه الكلمة العالمية الوحل لتعيين مثل هذه الهياك المتعدد الوغائف بدل من اللجوء إلى العبارات التي لا تزال تقدم تعريفا أكثر تحديدا تعكس أسمى الشاكرات في اللغة الإنجليزية موقعها التقريبية في الجس لكن الأمر يستحق تعلم المفاهيم القديمة لأنها ستوسع آفاقك لا تقتص المعرفة حول الشكرات على المقاربة الشرقي كما يعتقد البعض وهي بطبيعة الحال ليست جزءا من أي أنظمة عقائد أو ديانة معينة هم عروفون في العديد من الثقافة القديمة الأخرى على سبيل مثال من المثيل الاهتمام تحليل حقيقة أن الثقافة الأمريكية الأصلية استخدم المجهرة والحلي لحماية أو تحفيز مراكز طاقة معينة في الغرب حيث كانت الاتجاه الباطنية تحلي الأرض لفترة طويل تم الحفاظ على المعرفة في شكل معلومات مشفر على سبيل مثال رؤية القديس يحنى الإلهي في العهد الجديد ترتبط الكناء السرع في آسيا التي تظهر في الفصول الأولى من قبل بعض العلنا بالشكرات السعى الشفاء الذاتي موسكو 2002 هدف أي تأثير خاصة مخفي يكون وانطقيا عندما يكون هادفا نكتب هذا لأولئك الذين يحترمون حقيقة تأثير أكثر من النتيج على الأرجح أيها القار أن تعرف أيضا هؤلاء الأشخاص الغربة الذين يقدرون الضجة الغامضة بشأن لا شيء أكثر من ذلك ويعتبرون هادسي سخفية ويلعبون مثل هذه الألعاب عن طيب خاطر مع التأثير هو تحقيق الهدف نيج خارج الهدف من المستحيل تقيين التفاصيل الدقيقة أو فعالية التأثير على الآخرين باختصار السحر غير وارد بدون هدف مع السحر في الحصول على انتيج وتوفر الأسطورة سحرك لذلك من الضروري بناء أسطورة في البداية لغرض محدد أنت لحاجة إلى معرفة سبب قيامك بذلك أهدف الرئيسيون التفاعل أو التأثير وجعل شخص ما يفعل شيئا ما هل تتذكر مثل الشهير للقط ماتروسكين العمل المشترك لمصلحتي واحد؟ بالضبط لمصلحتك أو لمصلحته حسب الحال ربما يمكنك معاملته من المهم جدا بناء هذا بالضبط العمل للمشترك من أجل إبو أن تكون هناك ني مرة على الأقل وإلا كيف تفهم ما إذا كنت قد نجحت في النهاية أن لا حتى لو كان الهدف هو التمرين أو الاستمتاع فقط فهذا هدف أيضا بالمناسبة العكس هو الصحيح أيضا هناك طريقة واحدة فقط لفهم ما يقوله شخلك حقا تحتاج إلى العثور على إجابة السؤال ماذا يريد الشخص منك قبل أن تحصل على إجابة على الأسئل ماذا يريد؟ ماذا أريد؟ فأنت لا تفهم ما يحدث إذا كان ديك على الأقل بعض الإجابة على السؤال لماذا يخبرني بهذا؟ لماذا أخبره بذلك الآن أن تتحكم في العملية على أقل بمعنما؟ في لف ذلك يمكنك التأكد من أنك تحت السيطر ومع ذلك هذا ليس سيئا دائما إذا عملتك وحدة التحكم جيدا تذكر أنه حتى لو قن ترقص حول النار باستخدام الدف الآن فإن مهمتك الآن ليست التواصل مع الأرواح ولكن أن يتعافى هذا رفيق بالذات بأي وسيلة توثر عليه؟ إذا بدأت في التأثير على نفسك بإلهاء نفسك عنه فهذا يخبرنا أكثر عن صحتك العقلية أكثر من العمل السحري الاحترافي الغريب أن السحر الصادق لا يعمل التنفيذ الفني يعمل من المهم أن يعتقد العميل لست بحاجة إلى ذلك بالنسبة إليكم أيها السحر هذا ضر بكل ما في الكلمة من معنى لأنك اليوم تتصرف على هذا النحو وتفعل ما ستفعله إذا كنت تؤمن به غد ماذا غداً؟ في غضون خمس عشر دقيقة مع العميل التال يحدث أن ععداً مع عميل واحد يجب أن يتصرف على أساس معتقدات معاكسة تقريباً يؤمن بقوى الإرادة والإشارات في نفس الوقت في اللهوة في الحميات في فنغ شوى والحب من النظر الأول تفعل ما ستفعله إذا كنت تؤمن بشيء مختلف تماماً وفي المساء وهكذا افعلها انظر اتضح تغير في الاتجاه الصحيح فهذا يعني أنك ستستمر أكثر في نفس الاتجاه لا توجد نتيج تبدأ في التصرف بطريقة مختلف بناء على عقيدة مختلف ومرة أخرى تتحقق هل تعمل إذا كان لديك خيار واحد فقط فأنت عب إذا كان اثنان فأنت فقير إذا كان ثلاثة أو أكثر فأنت شخص حر وفي كل مرة تختار الأفضل الآن إذا كنت أمن بشيء واحد فأنت تعرف الحقيق لديك خيار واحد أو بالأحرى لا يوجد شيء فأنت عب إذا كنت أمن بشيء واحد حتى لو تظاهرت يبدأ إدراك الواقع بالفعل من خلال منظور هذا الاعتقاد وهو أمر غير مهني يذكر لا شخصي أنا في العمل نمط كما لو مفيد للغاية هنا بالضبط كما لو كنت أمن به ماذا ستفعل بعد ذلك ماذا قالوا كيف كانت ردة فعلهم كما لو إذا كنت لا تصدق فأنت ببساطة تخدع الشخص وتبدو لا تصدق مجبرا غير طبيعي ماذا أمن يسمح نموذج كما لو من ناحية بالحفاظ على سلام عقل الفرد والقدر على الاستجابة بسرعة لحالة التغيير أن أكون كما كانت قبل كل شيء المعتقدات والمعتقدات والعمل مع العميل وعيس المخلصين المظيفين من ناحية أخرى يتح لك هذا القالب أن تبدو طبيعيا وأن يتم تضمينك في العملية تذكر في كل لحظة أنك تتصرف كما لو كانت تصدقها هل سبق لك أن نعبت مع طفلك في السيارات أو الأمهات البن؟ لم يعتقد أي شخص عادي بجدية أن ماشى أرادت النوم وانطلقت السيارة أو رو 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 لكن تتصرف وكأنها حقيقي كما لو المولفون لديهم العديد من المعارف من السحر والوسطة والسعر والسعر وعلم النفس الفلكي والمحلين النسيين والسياسيين ورجال أعمال الأشخاص الذين يبنون نتيجة معياتا من الأسطور النسرصين تماما على مستوى الواقع اليومي لا يتلعثمون في أسطيرهم ولكن بمجرد أن يضيء العميل أو الإعلان غير المباشر على الأقل فعنئذ تظهر كلمة كرما جنبا إلى جنب مع بيرانا والكتابة الشفوية بجوار الشعارات في الحل وعندما تضطر إلى العمل تناسخ حقيقي باختصار أسطور الجودة هي أسطورة موجهة نحو الهدف لا جعل الأسطير هكذا لا يمتلك يناهم بلا دع ست لا يحاول ملفون حتى أن ينسوا إلى أنفسهم آخر فكرة حكيم إنها اشتركة للغاية نقطة تي هي القوى العالمية للحب أحد العناصر الأساسية لفنشوي هو مفهوم آليات التفاعل بين تي والوعي يفهم تي على أنه القوى التي تجعل للحياة ممكن شي هو السبب والفا نفسه يمكن مقارنته بكلمات نسمة الحياة شي هو أولا ما يحيط بالأرض وهو شي مثل حق طاقة غير مرئي يمكن أن يعطي ويأخه الشي الثاني من شي يعطي دفعة للخلق إلى الخلق وأخيرا الشت الثالث يجعل كل شي روحانيا أشكال الحياة على كوكبنا والتي لا تشمل فقط الكائنات الحي والأشخاص والحيوانات والنباتات ولكن أيضا يسمى بالمادة الميتة وكتل الصهارة والحجر والمفروشات ومواد البناء والمعاد والأعمال الفني وكذلكال ريح والماء والأصحب بدون شي سنكون مجرد لحوم وعظام وستكون منازلنا وشققنا مجرد مجموعات من نود البناء المختلف الجوهر السحري والصوفي لتشي هو أنه يمكن التحكم فيه والتحكم فيه لديها ميزة مثل القدرة على التدفق والتواصل مع بعض الحركات شخص ما على سبيل المثال دخول منزل وإدخاله هذا ينطبق أيضا على عمليات الوعي على وجه التحديد هذا يعني هذا مسترشيين برغبتنا في الحصول على علاقة حب سعيد فنحن كما كانت نرتب وفقا لفنشوة علامات معينة والتي تبدأ من هذه اللحظة في تطوير قوة غير مائي وبالتالي فإن قوة شي بمساعدتنا يتم توجيهها إلى ما نريد إن الطاقة وعينا التي تتواصل مع قوة العلامة الموضوع تحفز منطق الحياة التي نريد تنشيطها وتحسينها من خلال ذلك إيكارتوارينك فانشوى عن الحب والوئام موسكو 2000 إيكون مبيد للإشعع الكهرومانوتيسي الضر جهاز إيكايوالين عبارة عن مصفوف معلومات خاصة يتم رشها على ورق لومنيوم ويتم تنشيطها بواسطة مولد حقل الالتواء يتم إنتاج إيكون بدون غلاف ويتم لسقها بشريط لاصق على اللوحة الأمامية لعلبة الكمبيوتر يفضل من الدافل بعد عمل طويل أكثر من عشر أيام إيكايوالين على أحد أجهز الكمبيوتر لا يوصى بنقله إلى كمبيوتر آخر لاستبعاد حالات الفشل محتملة من الممكن ضبط مصفوف المعلومات على الإشعع الكهرومانوتيسي لهذا الكمبيوتر المضيف دروس اللعين قال أستاذ إنهم يخدعونك أكثر ما ينظر بالسوء قادم أي إيلف إيبيتروف العجل الذهبي لقد كنت بالفعل بإحاطة العميل بخفقاً ملون من الصور الساطع أو ركزت عليه على لهب شمع أن تدعو الموسيقى غير الإيقاعي والتأملية في الخلفية وتجلس مستهلك العمل السحري في ورع غير مريح أو تعطي شيئاً ملموساً بين يديك لقد بلأت محادثة رتيبة بصوت ساحر حول طريق عيشك أو قرأت محاضرة عن الفوائد والأضرار باختصار بدأ العرض يمكنك الآن مع الحفاظ على ما تم تحقيقه تحويل سيطر الواعي أو ببساطة تحميل الزائد بعبارة أخرى قم بإنشاء حالة معينة من الوعي لدى العميل في هذه الحالة يمكنك تقديم تثبيت يقوم به الشخص بدرجة معقولة من الاحتمال سيفعلون ذلك لأن الوعي لا يقاوم لا يعرف أن نوعاً من التأثير يتم تنفيذه على الإطلاق ماذا تقاوم إذا لم يتم ولاحظة أي شيء خاص؟ يفحص العميل المدلزيج الملطخ في الصحة ماذا تقاوم؟ نحن نتحد فقط تدر الإشارة إلى أنه سيفعل شيئاً ما ولكن إذا لن تنص على وجه التحديد على أنه سيفعل ذلك في نهاية الفترة الكامن فهذا ليس دائماً على الفور ليس على الفور يجب أن يكون الساحر نفسه جاهزاً لهذا وأن يعد العميل تجنب خيبات الأمل غير الضروري فيما يلي سوف نلقي نظرة فاحص على طرق إنشاء مثل هذه الحالة في العميل حيث يدرك أولاً اقتراحاتنا وثانياً يتعال معها دون تمحيس والآن من المثير للافتنان معرفة نوعي هذه الحال عبر عدم التفكير المفيد ستصادف في العديد من الكتب أسمى مثل حال الوعي المتغيرة أو النشوة الشيء الوحيد الذي ليس واضحاً دائماً هو سبب تغيير هذه الحال بكلمات كل شيء بسيط فيما يتعلق بالحالة الحالية للوعي السؤال هو ما هي حال الوعي التي نعتبرها فعلية؟ هيتركز على شيء محدد ثم يتم تغييره فيما يتعلق بكل شيء ليس في بؤر الاهتمام مبعثر؟ ثم ما هي أهميتها ووعيها؟ نميل إلى لا تقد أن الشخ دائماً في حالة متغيرة من الوعي فيما يتعلق ببعض المحافزات الخارية أو الداخلي وفي حالة فعلية فيما يتعلق بالآخرين إذا ينا يدرك أي شيء على الإطلاق بل من ذلك يمكننا التحدث عن دول مختلف ولأغراض الراح تدع هذه الحالات بحالة النشو في بعض الأحيان يطلق عليهم أيضاً إذ منوم وهذا ليس صحيحاً تماماً بشل دوري يغرق الشخص في نشو أعنق ويبدو أنه يخرج من الواقع لفترة من الوقت ويغرق في عالمه الخاص ويتوقف الوقت جنباً إلى جنب مع الأفكار يعاني الإنسان من مثل هذه الحالات في كثير من الأحيان عندما يفكر عندما يتجمد عندما يتذكر شيئاً عندما يرتاح يغفو عندما يدخن يشرب القهوة يعيد قراءة نفس في الصفحة عدة مرات ينظر من ناففة حافلة أو سيارة إلى المناظر المر عندما يجد نفسه في حالة من عدم اليقين أو سوء الفهم عندما يكون متعباً أو نعساناً أو جائعاً أو رذيل بالعكس وجبة دسم في أوقات مختلف يمكن أيضاً تسمي هذه الحالات بالطائش هذه هي لحظات الحياة عندما لا نفكر في أي شيء عن قصد ولا نقوم بتحليل أي شيء والأفكار نفسها تظهر وتختفي نحن لا نعتقدهم نحن فقط نلاحظهم على كل حال في بعض الأحيان يقولون ارتاح للرأس هناك طرق عديدة لتحقيق مثل هذه الحالات إحداها هي الحمل الزائد وبعدها يغلي الدماغ ويتوقف الرأس عن التفكير بعد ذلك إذا أرضت فأنت لا تريد لكن تستر فيه بس هذه هي الحالة هنا والآن حيث لا يوجد ماضي ومستقبل وإذا لم يكن هناك ماضي ولا مستقبل فما الذي يجب التفكير فيه هذه هي حال الوجود من كلمة ليكون ببساطة أن تكون حاضراً في هذا العالم هذه الحالة يومية تماماً ومألوفة للجميع وفي معظم الحالة نتع شيء آخر هو أنه ليس كل شخص قادر على دخول هذه الدول حسب الرغم ثم يخلق الناس مواقف لأنفسهم في العالم من حولهم سياقات تضمن هذه الحال التدخين التلفاس الرياض التمرين السونة الجنس ألعب الكمبيوتر الكثير إذا لم يستدل الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين هذه الطريقة في تحقيق النشوة المنطفمة بأخرى فإنهم يعودون إلى إدمان التدخين رم أن هذا ليس إدماناً للتدخين على الإطلاق هذا هو شغف بشري طبيعي لتجربة حالات النشوة بالطبع يمكنك استخدام كلمة إدمان حيث أن هناك اعتماد على النمو أو اليقظة أي فيسيولوجياً طبيعياً مثل الحاجة إلى الماء والهوى وما إلى ذلك اليوم من المقبول عوى أن هناك ثلاث حالة فيسيولوجية رئيسي النمو واليقظة والنشوة كل منها ضروري من الناحية الفيسيولوجية وكل منها يوفره الجبنترم هناك مصطلح العلمي أكثر أو أقل حول هذا الموضوع موجة ألفة بيتاً إذا هنا القار مهتماً فنحن نوصي بالأدبيات ذات أصل على سبيل المثال كتب زمي المحترم جيفي روسكوسكي وفقاً لدراسات مختلف يغرق الشخص السليم تلقائياً في نشوة عميقة كل ساعة ونصف لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة احدث هذا أثناء النمو أثناء اليقظة يمكنك فحصها عاد يعتقد الناس أنهم يفكرون أو يشتت انتباههم شخص ما يذهب لشرب الشاي في هذا الوقت شخص ما للتدخين شخص ما يشتت انتباهه بالمحادثة ومع ذلك هناك أيضاً أشخاص يعتقدون أن قوى الإرادة فوق كل شيء ويستمرون في التركيز والتركيز أي لا يسمح لأنفسهم بالدخول في نشوة عميقة وبهذا يتسببون بالفعل في حدوث خلل في عمل الدماد أولاً ثم نتيجة لذلك في الكائن الحي بأكمله هناك اذتراض ليس أطلقاً أن متازم التعب المزمن هي نتيجة مباشرة لنقص حالات النشوة ترانز منتع ومفيد شيء آخر هو أنه في حال نشوة لا يتعين علي التفكير كثيراً أو العكس عندما تفكر فانكي نشوة بالنسبة للثقافة الأوروبي هذا غير متوقع فالشخص كما هو شائع ملزم ببساطة بالتحكم بوعيف نفسه والعالم من حوله التركيز والمسؤولية علامة على شخص ذكي ومن يريد أن يعتبر أحمق لكن في الشرق الحكيم كل شيء عكس ذلك تقريباً التأمل هو وسيلة لإطلاق ذكائك كل ما أصبحت أكثر تأملاً أصبحت أكثر ذكاءً لكن تذكر بالذكاء لا أقصد الذكاء الذكاء جزء من الغبى نقطة أوشو بالنسبة للعديد من الأوروبيين قد يكون والاقتراح أو الموقف الذي لا يضطر إلى التفكير فيه أمراً غير معتاد بل قد يكون غير مريح في البداية كيف لست مسيطراً على كل شيء من حوله يحاول الناس أن يجهدوا لفهم شيء ما لإدراكه إذا منجح الأمر فإنهم يدفعون بقوة أكبر ومع ذلك في يوم من الأيين تأتي العتب وبعد أن وقعت على عجزها يتراجى الوعي فتح الطريق للحدث ربما لاحظت تفكر في شيء ما أو تحل مشكلة أو تعاني أو تتذكر شيئاً بمجرد أن تشتت انتباهك هذا كل شيء وقد جاء الحل يقولون أن من بيثر أطاولته في المنام من المحاولات الأولى للدخول بوعي في نشوة أي لتقليل دور الوعي بوعي هناك بعض التوترات الطفيفة في الرأس ولكن عادة ما ينجح كل شيء في المحاولة الثاني أو الثالث تنويل مغناطيسي ذاتي هذا التناقض الأفعال للوعي لتقليل دورك الخاص النشوة هي حالة وقائي خفيفة للغاية وقائية فيسيولوجية في المقام الأول ما يسمى بالريح الثانية هو أيضاً حالة نشوة عندما يوزع الجسل موارد بشكل متنافن وناجح ومتساوي هناك نوبات قتالية عندما يتم الجع بين الهدوء الداخلي والاسترخام مع حركات سريعة ودقيقة واضح هذه هي الحالة عندما تثق بنفسك به الوثق جسدك اللاوعي حدثك البهى العظيم أو الحكم الداخلي أن تتصرف بوعي لا تتحكم في هذه الأفعال مش حرش وسار وفكر فجأة في أي قدم انططأه وسطأ إذا تذكرنا تقسيمنا الشرطية للنفسية إلى وعي ولاوعي فإن النشوة هي حرية لاوعي دون قيود وتوقعت وتدخلت أخرى للوعي النشوة هي حالة شخص عندما لا يتدخل وعي بهدو في عمل لاوعي نفسية الشخص وهي حالة من الثقة الداخلية العميقة بالنفس في العالم في حالة المفاجأة أو الخطر أو التعب يدخل شخص تلقائيا في حالة نشوة هذا هو الوضع الاقتصادي الذي يضمن البقاء والتكييف بهذا المعنى لا نعرف دائما متى يأتي الأشخاص إلى جلسة سحري وتضعون في حالة نشوة وما الذي ينجح حقا هناك تقتراحاتك أو حقيقة أنهم يتمتعون براحة جيد على الأقل لفترة من الوقت بعد أن فقد علواي حاول المؤلف ذات مرة أن يجرد وكتوصية طالب عملائه بالنوم لمدة أسبوع في خمسين بالمائة من الحالات اختفت جميع المشاكل لمجرد أن الناس كانوا يستريحون هناك افتراض بأن الناس غالباً يذهبون إلى جلسة التنوي المغناطيسي من أجل للاسترخى أول وقبل كل شيء مما يحل أو يساهم في حل العديد من المشاكل الجسبي هناك ملاحظة مثيرة للافتمام أن الأشخاص الذين تعلموا الدخول في نشوة يمكنك أن تتعلمها يمكنك التعمق أكثر وأقل عمقاً كما تشاء من الأسهل بكثير أن تثق في الناس والأقارب فمن الأسهل بكثير بناء العلاقات ومن بين أمور أخرى في العلاقات الشخصية يتم ترتيب كل شيء بشكل أسرع لا تصف كلمة نشوة حالة معينة بقدر ما تصف فئة من هذه الحالات المعدلة والتي من بينها أكثر اهتمامناً بالغيبات الموجهة داخلياً وخارجياً الانتباه الفعلي خارج جسد المرأة أو دافلة يمكن أيضاً تقسيمها إلى سلبي وديناميتي وإدعي ومقاط وطبيعي وتأمل وصيدلاني وما إلى ذلك هناك احتمالات كثيرة للتصنيف التأمل الجلوس التأمل يعني تكريس بضبقائق من عدم الانشغال في البداية سيكون الأمر صعباً في البداية هو أصعب شيء في العالم لكنه في النهاية سيصبح أسهل شيء إنه سهل جداً بحيث هذا هو سبب صعوب الأمر إذا طلبت من شخص ما أن يجلس فقط ولا يفعل شيئاً فسوف يصاب بالقشعريرة أو سيحدث شيء آخر في جسده يصبح مضطرباً جداً لأنه كان دائماً مشغولاً بشيء مثل آل الإشعاق التشغيل والمحرك يعمل لكن السياء لا تسير في أي مكان المحرك يعمل ويزداد سخون وسخون لقد نسيت إيقاف تشغيل الإشعال هذا هو التأم فن أطفاء الاشتعل البحث هو أنتون ثانوي للعقل تكون في حال عدم البحثية لحظة حول عظيمة التأم ليس بحثاً عن التنوير التنوير يتي من تلقى نفسه دون أي بحث يمكن أن ينحك التأم الأعظم للأفكار أنه أكثر الأشياء عديمة الفائدة في العالم أنت فقط لا تفعل أي شيء أوشو كتاب برتقالي النق كتوكيل لذلك تريد أن يبدأ العميل في الانتقال إلى نشوة أي أنك تريد تهدي أوعيك لفترة من أجل التواصل مع اللاوعي لعميلك كيف؟ بالطبع أن تنتقل إلى هناك بنفسك أنت على اتصال به بالطبع تتذكر هذا يجب أن يكون هناك اتصال لجا يعمل بدون اتصال إذا أنت على اتصال فكما تشعر بالحالة الداخلية للعميل يشعر كذلك بحالتك ويغير حالته وفقا لحالتك أن تسترخي وسيسترخي تدريجيا لكن افعل ذلك ببطوة سلاسة حتى يتمكن العميل من مواكبة ما تريده أن تركز على صحمه ويبدأ في أنر إليه أن تقترب منه بكل جدي ومسؤولي فأنت في تركيز أهمية قبل لحظة مصيري وهو أيضا سيتشبع هنا لا يفحصون طبقا متسخا فقط ولكن مصيرها يتم تحديده وبالتالي لتحقيق النتائج المرجو سيتعين علي إتقان طرق لتغيير حالتك الخاص لأنه إذا كان لديك اتصال جيد بالعميل فسوف يتبعك مباشرة إلى الحالة المطلوب يهل الملفون بتعلم التنوين المغناطيسي الذاتي في أي من الخيارات المتاح لكنك تتذكر أنك في العمل هذا هو بالطبع تفحص هذه القرة بذات أو تشعر بخطوط الطول الخاصة بها أو تشم رائحة الهالة اليوم لكن انتباهك الرئيسي ينصب على العميل أنك تراقبه لاحظ أصغر تغييرات في سلوكه مهمتك هي أن تكون في نشو أخف قليلا من العميل وأن تمره أكثر لجذب كل انتباهي إلى موضوع التثبيت بالكلمات بحركاتك بصوك حسن سوف يمر فوق الفحم الآن وليس أنك أنت جالس على الهامش مهمتك هي أن تطرق بالتساوي على الدف والتواصل مع الأرواح والأهم من ذلك راقب العميل وابتهج له وقل الكلمات الصخيح حتى لا يرغى في التفكير في أي شيء على الإطلاق ويدوس بهدو على الجم في الممارسة العملية يصبح الأمر أكثر متعة يتم إبلا شخ أنه لا ينبغي أن يفكر في نفس أنواع الفحم هل يمكنك تخيل ما يدور في رأسه في تلك اللحظة وإذا رأي أن العميل لديه تغيير مميز في إيقاع جميع المظاهر الخارجية غالباً ما يكون تباط أن يصل إلى التلاشي ولكنه أحياناً يكون أيضاً تسارعاً ويمعكس ذلك في معدل الكلام والتنفس والوميد والحركات وفقاً لذلك في اتها أو آخر يتغير حجم الصوت من الاتجاه المعتاد من وجهة أنظر هذه النشوة هي ما يسمى عادة تثبيت أو إثار نجمة تسعب أبور عين إذا كانت عينان مفتوحتان يظهر نوع من النظر من خلال الأشياء المحيط والذي يحبث على وجه التحديد بسبب إزالة تركيز نجمة قد تغير لون البشر بسبب تغيرات في درجة الحرارة الدافلية للجسم نجمة عادة ما يتم تسطيح عضلة الوجه وتشوه الملامح مع نشوة نشط أو تصبح أكثر تناسقاً وهو أكثر شيوعاً أو استرخى العضاء الكبير أو العتس بالعكس تكون متوترة جداً في حال الإثار نجمة يتغير الصوت والكلام إما إلى أهدأ أقل أبطأ أبطأ أو على العتس إلى أعلى 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 أسرع ليس كمظهر مؤقت ولكن كوسيلة للتحدث نجمة تثر ارتعش الجفون والرمج نجمة اهتزاز موحد لرأس أو لجسم كله تأكل من أنه في الحالة الصحيح في هذه اللحظة يمكنك أن تجد أنت أيضاً في نشوة نجمة ما يسمى برؤية النفق عندما تدو المنطقة المرئي بعيون مفتوحة مضاءة بشكل غير متساو أغمق عند الحوف وأكثر إشراقاً في الوسط نجمة تغير في الحساسي عندما يصبح إدراق الضو واللون والصوت والأحاسي مكتوماً أو على العكس من ذلك أو شحثاً أو يتغير من واحد إلى آخر نجمة تغير محتمل في درج حرار الجسم على الأقل في الإدراك الذاتي نجمة يبدو أن الواقع يطفو أو يصبح حاداً بشكل يصدق ويمكن أن يبدو أن الجسم أو أجزائه قد أخذ نجم يتوسع مجال إدراك وتتلاشى الرؤية مما يؤدي إلى إنكانية إدراك العديد من التفاصيل الصغيرة والفرق الدقيق كذه كلها ما يسمى بظواهي الغيبوب من خلال هذه العلامات يمكنك الحكم على عمق نشوتك وعمق نشو عميلك يمكنك تطبيق هذا الوصع على حالتك الآن أن تقرأ مما يعني أن الكتاب ينجذب إلى وعيك إلى أي مدى تارى تسمع تشعر في العالم من حولك الآن هناك العديد من الأساليب المختلفة للدخول في نشو بنفسك وإحداث نشو لدى العميل سيتم وصف عضيها أبنى الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره هو أن وعي العمي يجب أن يصرف عما ستلهمه الآن لأنك بحاجة إلى التواصل مع اللاوعي وبعد ذلك سيتوصل إلى اتفاق مع وعيه يمكن ببساطة إيقاف تشغيل الوعي فهو إذن نشو عميق يكون أفضل مع فقدان الذاكر أو شيء مشتى نشو خفيف يمكن للعميل أن ينظر في مكان ما ويستمع إلى شيء ما ويشعر بشيء ما ويفكر في شيء ما ليس فقط حول ما ستقول له الآن فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعا للتخلص من الوعي اتصال إن أبسط طريقة وأكثرها فاعلية هي الاتصال البسيط بالعميل نعم نعم مجرد موقف جيد تجاهك هو أقوى وسيلة لفساد الوعي اجب انتباه شخص تذكروا العشاق هم باستثناء راضهم البعض لا يريدون التفكير في أي شيء واذا غيرت النتيج؟ أي شخص عادي في عقله السلم وذاكرته الرصينة سيصيح الأغاني في الليل يجلس الجانب الهاتف لساعات ويوزق البابون إذا وثق بك شخص ما نهيك عن كلمة يحب يتناقص انتقاده لتصريحاتك وهذا بالضبط هو المطلوب اطلب المال من صديق قدين سوف اعطي هذا هو هو نفسه مانع لك ولا أحد يقف خلفه بمدفع رشاش ولا أحد يحمل سكينا في حلقه يدخل في محفظته الخاص ويعطيك المال الذي حصل عليه بشق الأنفس تتناسب قيمة المبلغ بشكل مباشر مع الثق أي قوة جهة الاتصال أفضل تعلم هو الحب الصادق لمعلمك مثل ياباني يبدأ السحر بالاتصال وقد تحدثنا عن هذا كثيرا وإذا جاء إليت شخص ما أو أتيت إليه فمن السابق لأوانه أن نفخر بسنوات عالية من العلاقات الودي بعد ذلك يجب أن تفخر بالاتصال الذي تم تحقيقه في عملية الاتصال واستخدم طرق أخرى لإلغاء الاعتماد نظرا لوجود العديد منها قوضيح حد أكثر الطرق شيوعا لإفساد الوعي في ثقافتنا هو التفسير وليس التفسير فقط يجب أن يبدء منطقيا نعم يوجب بين علامتي اقتباس لقد شرحوا لنا شيئا لقد فهنا شيئا ما لذلك تغيرت فكرة العالم تغير السلوك تفسير هو ابتحم سريع جدا للواقع الذاتي المستمع معظم الناس على الأقل يظلون على اتصال بالواقع على الرغم من أن العديد من الأشخاص يلفون أنفسهم في ملاءات ويذهبون إلى مكاننا في الغابة للاستماع إلى أشجال أرس ورؤيا اللوتس ووضع الكرمة ومع ذلك حتى أولئك الذين نعتبرهم عاقلين تماما أنفسنا على سبيل المثال يؤمنون بالرياضيات والفيزياء والعلوم الأخرى بنفس الحماس كما في علم الأعداد والحقول الحيوية ونصف لأن هناك تفسيرا منطقيا بالمناسبة بالنسبة للشخص العادي لا يوجد فرق حقا لقد قرأنا عن كل هذا أي أن قوانين المنطق ونيوتون بالنسبة لتسعة وتسعين شخصا من بيننا شخص ما هي اللي شاعت من ندوة إلى ندوة نطرح أسئل من يظن أنه يفكر منطقيا ترتفى الأيدي ومن يعرف قوانين المنطق الأربع وانزلوا ونحن لن نسأل حتى الآن من يعرف كيف يستخدمها لم يتم اختبار الافتراءة النظرية بويلي ماريوت عمليا من قبل أي من الأشخاص الذين التقيناهم في الحلقة الدراسي لجنه لم يشك في ذلك أيضا في ثقافتنا والأوروبي على عكس الشرق يتم إلاء اهتمام كبير للتفاهم لا أفهم لماذا احتاجه اشعلي سأثبت لك وهذا رائع على الفهم سيركز الشخ أي يصلح وعيه وإذا كنت لا تفهم على الفور فسوف يتركز كل انتباهك على ما تقوله الآن لكي تفهم وبالتالي من المفيد والمهم للغاية في عملك أن تكون قادرا على التحدث منطقيا والتعبير عن أفكارك بوضوح والقدر على صياغ هيكل الكلام بوضوح ومراقبة هيكله إذن يكون وعي الشخ هادئا لكنه مفهوم وواضح ومنطقي جدا فلماذا تقلق بشأنه هناك شيء يدعو للقلق لأن العقل هادئ وإذا كان هادئا فإنه لم يعد يدرك بشكل نقدي كلنا يقال يتم تدريسها للتعبير عن أفكار مر بشكل منطقي في أماكن مختلف حتى يتم عقد ندوات خاصة حول التحليل المنطقي المصوص أحد الأمثل على البناء المنطقي الواضح للغاية هو نصوص النآية كوزوف هذه قطع صرير من كتابه الأخير استراتي القياد الفث مخصص لكيفية ظهور القائب هناك نوعان من القاد قاد الرئيسية الزعمى الحضاريون سبع ملاحظات الملفين سيغة إن كانت القائد آسيد زائد العدوانية الصحية يساوي إن كانت القائد إن السمات نفسها أو المتشابهة جدا متأصلة بشك طبيعي في قائد الرئيسيات ولكن عادة ما يتم وصفها بعبارة أخرى يسمي عالم الأخلاق أنتولي بروتوبوف بهدو هذا التصنيف المحتمل أثق في تفوق الفرد ويعبر زميله فيكتور دونيك عن نفسه بقصوى أكثر ويتحدث عن قوى الإصرار ويصف عالم النفس المعروف في مقطع المقطال في هذا بأنه قوى الانطباع الدلالة الأخلاقية مختلفة تماما أين؟ الحقيقة هي أن زاعم الرئيسيات الذي يلعب على خوف الآخرين وإذلالهم نادرا ما يهتم بجاذبية صورته أنا مخيف أنا وقح لقد تراجعت لقد فست نعم لقد فس ولكنك بعد ذلك مكروه كما يفوز القائد متحضر ولكن بطريق جذاب وتد جميل جمال والقائد المتحضر ليس بالضرورة جمال المظهر بل يمكن أن يكون سحر الكلام أو إشراق الاتسام أو النمط الساحر للإيماءات الحرة بل يمكن أن يكون سحر أدها لكن القدر على تقديم نفسه بشكل جميل فإن الفن الممارس في جذب الآخرين هو في ترسان أي قائد قوي تقريبا وهذا قبيعي الحقيقة هي أن الناس لديهم ميزة مذهل فهم عاد يقدرون الجمال أكثرنا الخير على سبيل المثال لذلك يمكن لأي شخص قوي عقليا أو جسديا أن يثير مجموعة متنوعة من المشاعر اعتمادا فقط على كيفية تقديم نفسه بشكل جميل أم لا الشخص القوي الذي يقدم نفسه بشكل جميل سيثير الإعجاب إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك فسوف تسبب في الازدراء أو الكراهي إذا كنت هادفا وذكيا فسوف يطلق علي تقاس وحكيم إذا كنت حريصا جبانا واثقا من نفسك وقحا إذا عجبك كست فسوف يسمى التعب الطبيعي والعناد يسمى النزاه وعاد الرغبة في التفكيف العواقب الانفتاح والإخلاص تعلم كيفية سحر الناس فهذا يؤتي ثمارة من وجهة نظر التحليل المنطقي كل شيء مثالي الموضوع الموضوع التبريرات المراجع المثال المعاكس الرؤية الاستنتاج جمع كتب النقطائي كوزلوف منطقية للغاية عزي القار بعد قراءة هذا المقطع ما هو السلوك الذي تفضله أيوم أكثر جاذلي هل تريد أن تبدو كقائد رئيسي أو كقائد متحضر الجواب واضح عد ألا ندعونا نجري تجربة صغير في هذا النص قمنا باستدال بضع كلمات معظمها الصفات مع الحفاظ تماما على البنية المنطقية بالكام هناك نوعان من القاد قادة حقيقيون وقادة متحضرين ثلاني تفسيرات الملفين السيد زائد العدوانية الصحية يساوي إمكانات القائد نفس السمة أو السمة المتشابهة جدا غاصل بشكل طبيعي في القائد الحقيقي لكنها عدم توصف بعبارة أخرى يسمي عالم الأخلاق أنتولي برطبو في هذا التصنيف المحتمل الثقة في تفوق الفرد يعبر زميله فيكتور دونيك عن نفسه بشكل أكثر دقة ويتحدث عن قوى الإصرار يصف علم النفس المعروف غل في هذا بأنه قوى إمبراث تلوين العاطفي مختلف تماما أين؟ الحقيقة هي أن القائد الحقيقي الذي يعرف بتفوقه لا يحتاج إلى جاذبية صورته أنا قوي أنا سريع لقد تراجعت لقد فزت لقد ربحت وبعد ذلك يطيعونك أحيانا يفوز القائد متحضر لكن الأهم هو أن يكون جذابا وجميلا جمال القائد متحضر ليس بالضرورة جمال المظهر بل يمكن أن يكون سحر الكلام أو إشراق الاتسام أو النمط الساحر للإيماءات الحرة بل يمكن أن يكون سحر أدها لكن عليه أن يقدم نفسه بشك جميل إن فن جذب الآخرين هو علامة على وجود أي قائد نصف مخبوز تقريبا وهذا قبيعي الحقيقة هي أن الناس لديهم إذا مذهل فهم عاد يقدرون القوى أكثر من الجمال على سبيل المثال لذلك يمكن لأي شخص عاجز عقليا أو جسديا أن يثير مجموعة متنوعة من المشاعر فقط اعتمادا على كيفية تقديم نفسه بشك جميل أم لا تعوين قوي على الصورة التي تهتم بشؤونه الخاص سوف يحظى بالإعجاد إذا كنت لا تعرف كيفية تحرك نحو الهدف فسوف تسبب الملأ أو الانسعج إذا كنت جميل وساحر فيمكنه المشاركة معك وسوف يشفقون عليك ولن يسيئوا إليك وإذا كنت قويا وتنضي قدما فأنت محترم ومصدق ومطيع ستكون دائما على حق القائد حقيقي مشغول كيف خطط للتصرف الآن هل لحظ القارئ اليقظ بالفعل أهمية اختيار الكلمات القيمة يرجى ملاحظة أن منطق مص يظل كما هو لا يزال منطقيا وفهوما فقط الاستنتاجات المقرؤة ستجعل مختلفة تماما وإسفقت مختلفا بل عكس تماما لا يمكن إجرى مثل هذه التجربة إلا بالنص حيث يكون منطق الحديد بسرعة لتشكيل موقف الشخص لا يمكن التأثير على اللاوعي للمحاور إلا عندما يكون وعيه هادئا وهو ما يتحقق بالمنطق في هذه الحال نص محير حيث لا يتضح من أين بدأ ومن أين أت ولماذا كل شيء على ما يرام يجب أن يكون هناك الكثير من هذه النصوص المزيد عن ملل والتشبع والحمل الزائد يبدأ الشخص في البحث ومحاولة فهم ما يدور حوله أي أنه ينتقد النص إذا كان لديك اتصال جيد فسيكون الشخص مثقلا ويتخلى عن كونه عابرا أيضا مع الاتصاء الضعيف سوف يقصق الشخص ويغادر ما لن تكن هناك للطبع مثل هذه الفرص لن يتم قراءة هالا النص ماذا وكان كل شيء واضحا كل شيء منطقي للغاية شيء يجب الشكوى منه كل شيء على يرام نصيحتنا هي توخي الحذر الشديد إذا فهمت أنك تفهم ما يتحدث عنه الشخص الآن نلنفيد أن تسأل نفسك على الفور السؤال ما هو السلوك المخطط ما هي الإجراء المحددة هل يناسبني هذا السلوك إذا كان الأمر كذلك فلا بأس استمع أكثر وإذا لم يكن الأمر كذلك فعلا أن تستقتنع الآن لأنك بالفعل تفهم المحاور أن تؤمن بالفعل بالكلمات وقد تم خداعك تقريبا وسيثبت المحترف منطقيا ما يريد لم يكن أحد بإلغاء قواني المنطق الزائف بعد يكتب ريني كيزلوف أشياء مفيدة ومنطقية للغاية لقد كانت كتبه الأكثر مبيعا لمدة 15 عاما عمليا أي تفسير ينطبق على تفكيك الوعي عندما أخبر لكسندر نيكولاي فيتش الذي كان غشاشا ومخادعا في الماضي كيف ذن ذلك حد لعدة أنواع من الشخصيات لو الذي يتم خداعه بالفعل تبكى وانيكس بلين الذي يشرح فقط لتبكى ما يحدث هنا إذا كنت تذكر المنطق الزائف نمط عدم اليقين فمن الواضح كيف يصل الشخ إلى نتيجة التي تحتاجها تعمل حقيقة تفسير على إضعاف الوعي طالما أن الإنسان يتمتع بعقل سليم وذاكر الصلب فهل يربط عقد في وضع ثعبان وإذا أخبرته أن هذا التمرين يساهم في تنقي الطاقة من أجل التناسق كما وهكذا في الواقع تبقى الحقيقة رجل في وضع لكن هناك تفسير هناك سياق ضروري يحدث فيه كل هذا سياق شخصي فكر فيك وتفسير منطقي تفسير هو محاولة للحث على التعاون الطوعي على أساس الإقناع المنطقي في الواقع هذا غسيل دماغ بحيث يفقد الوعي ما يجب فعله بالفعل بينما يهدأ بالمنطق روابط للسلطات بالنسبة للبعض الإشارات للسلطات ذات صل أن تفسد الوعي بأسمى العظمى على سبيل المثال أظهر هيربيرت فون كاراجان في السنوات الأخيرة من حياته بوضوح على أقل في المحادثات الخاصة على عائلته أنه من الضروري تناول صفار البيض غير المطبوخ ليدا لزيادة الإمكانة الإداعية في الصباح جاد سينيكا جونيور بأن هيربيرت فون كاراجان لم يفهم تماما جوهر تأثير صفار البيض على الأتروبيا في الواقع أوضح سينيكا جونيور إلخ غنخفض أهمية الوعي لأن السيد نفسه قال ذلك من يفكر في التحقق من تصريحة القائد العظيم في كل العصور والشعوب أو يشك في استنتاجات كبار المعلمين في هذا الجزء من المجرة هذا ببساطة غير لائق في وقت من الأوقات كانت الإشارات إلى ليينينة وسغلين وريجنيف كافية لإقناع الدولة بأكملها بأي شيء صاحب النعمة الالهية سريوسي ماد همزة باكتف دانتا سومي بربوبول أعني أننا نقبل القوانين الفيدية دون الحاجة إلى إثبات هذا هو المبدأ الذي يتبعه المتعلمون إذا كان بإمكان ادعى تصريحاتك باقتباسات من الفيدة فسيتم قبولها لا يوجد مبر آخر مطلوب أنواع نقطة من التبرير يطلق على الدليل بالاقتباس من الفيدة بسروتي برافن تماما كما هو الحال في محكمة قانوني إذا كان بإمكانك الرجوع إلى مؤونة قوانين فستم قبول بيانك لذلك يقبل العلم جميع بيانتك إذا كانت مدعومة حتى بواسط أسروتي برافن أفترض أنك تعرف أن الفيدة تسمى ريسة شروتي نقطة الهند يحكمها معلنين عظماء إنهم يقبلون الفيدة ويقبلهم اتبعهم هذا له ميزة أنني لا أضيع الوقت في التحقيق فيما إذا كان روف البقر نقياً أم غير نقي لأن الفيدة تقول ذلك علم الوعي الذاتي باكتف دانتا بوكترست ألف وتسعمائة وواحد وتسعون بي نقطة مائتين وخمسة وثمانين روابط لنفسك سيكون البع أكثر استعداداً للاستماع إليك إذا شرت إلى تجربتك الخاص أو تجربة شخص تعرفه جيداً يمكنك الإشارة يا إمرى مألوفة تعرف شخصياً أن الرفيق هو نفسه ينم ساقيه من خلال تأثير الطاق تدعي أنها رأت ذلك بنفسه يتم محاذات الساقين حسن صحيح أنه في بعض الأحيان يصبح الشخ الذي ينم أطول من الذي كان طويلاً لذلك تقول هذه المرأة أن المعالج يعتقد أنه إذا قمت بتمشيت شعرك في منتصف الصباح ثم أي شيء تريده أنت يمكن أن تفعل أي تسريح شعر كالمعتاد أولاً فراق بدقة في المنتصف بحيث يدخل خط الزوى الكوني إلى شاكرتك العلوية خلال ذلك لن يعمل شيء إذا كنت تريد أن تجرب الخير للناس عليك ببساطة الوقوف الصباح أمام المرأة لمدة خمس دقائق وتمشيت شعرك بعناية في المنتصف وأمع المرأة مباشرة لأنه أمن المرأة يجب عمل مثل هذه الأشياء تعكس المرأة طاقة إيجرية تعود إليك وتنتص الطاقة السلبي بالمناسبة بسبب هذا تصبح قديمة ومظلمة وإذا كنت في شقة ذات رضيات خرساني فأنت بحاجة إلى الخروج يمكنك الذهاب إلى الشرف هنا سيدة رائع طبيب عام سابق الآن تقبل العمل كأخصائي على الفلك لديها عيادة خصة كبيرة إلى حد ما يأتي الأجداد وتكاد تصف لهم الفحل المنشط لكن من وجهة نظر الطاقة الحيوي جاء إليها رجل عجوز يقولون إنها جد جدا بالنسبة له لديك انخفاض في تدفقات الطاقة ليك طاقة ضعيف وماذا تريد؟ ومع ذلك مثل هذا العرو أسلوب الحياة المحموم ولكن يمكنك تقوية طاقتك يمكنك زيادة ذفقات الطاق يجب أن تتأكد من التواصل مع ركائس الطاقة الحيوي يوميا للقيام بذلك تخرج إلى الشرف أو إلى أي مساحة أخرى لا يوجد فيها سقف السقف يحمي الطاقة الكوني من أجل الاتصال المباشر بالفضاء ويشعر عقليا يدرك يرى عمود الطاق أولا على يمينك ثم إلى اليسار تماما العناية بهم وبعد ذلك تبدأ في الانسلاق على طول أعمد الطاقة لأعلى ولأسفل عشرين مرة بالضبط كله واضح لقد فهم الجد كل شيء وذهب لأداء عشرين قرفصاء في الصباح على الشرف ولا شيء مضحك وسيعيش الجد الآن أطول ذا تزداد والطاق لأنه في الهوى الطاق يقرفص كل الصباح أحسنت أحسنت كل من الجد والمعالج الفلتي الشيء الرئيسي هو أن تفهم بوضوح ما تريد أن يفعله العميل كنتيجة لذلك ثم لشرح الإنر هذا هو الحل حقا تذكر أنت قد حددت بالفعل النتيجة المرجو وأن عميلك يريدها بالفعل بالفعل وليس فقط يريد حقا يوما ما ولكنه يعرف متى بالضبط يقول ذكرت بياتشي قم بتوصيل تشاة الخاص بك ببياتشي العظيم وبعد ذلك ستشرع تشاي في طريق الازدهار والآن هناك بهيزم جديد للمنظمات لأن المنظمة لديها أيضا تشاي وينبغي أن تكون منظمة تشي مرتبطة أيضا ببيئة العظيم في لذلك فإن المضاة سوف تثبل لذلك يجب أن يكون لكل منظمة متخصص في تشاة والذي سيحددها ويتحكم فيها وينسقها مع بياتشي ويبذل كل جهد لضمان عدم وجود تنافر في علاقة المنظمة مع بياتشي العظيم نواة صغيرة الرؤساء والمنظمات بسعر نتواضع قدره 1 دولار للفرد اتصال تذكر من فضلك أنك بحاجة إلى التعبير عن شخص متخصص في المجال الذي تتحدث عنه الآن بجدية لأنه إذا كنت أنت نفسك مع كل مظهرك تظهر ما هذا الهرى الذي أتحدث إليكم الآن كل هذا يعمل هل تذكرت شماكو على شات تلفزيون؟ أو أن تولي ميخايل فيتشكاش بيروفسكي وفقا للمراجعات رجل يتمتع بروح الدعاد؟ هل تذكره على الشاش؟ مهم؟ من المهم جدا أن يكون وجهت مناسبا لما تقوله الآن على أقل عن تشي بيرشك ما يعتقده الناس يساعد الناس؟ كل شيء على ما يرام يفعل الناس ما يؤمنون به وليس ما يفعلونه بالفعل ما هو موجود بالفعل؟ أي منا رأاه بشك عم؟ تنظيف الكل بالبول تصف الأدبيات عن علاج البول حال شفاء لفنان يبلغ من العر 35 عاما من حصوات في الكل عان منها لمدة 7 سنوات رفض العملية وتعافى بوض ضماد مع البول وأخذ البول بداخله تم وضع الضغط في منطقة الكل المصاب ليلا شرب كل للبول تقريبا خلال النهار تم العلاف دورات من 20 إلى 30 يوما مع فترات راحة من 10 إلى 20 يوما حتى الشفاء التم حاليا هناك تجربة ناجحة في علاج تحف البول لمساعدة البول أنا إيلينيشنا موسكو سأبدأ مع زوجي تألمت كليتيه وكان هناك رنف المثان في البداية عندما بدأ العلاج بدأت جميع الأعراض التي وصفتها في كتابك كل شيء مرة واحد لاجوع لمدة أربع أيام وفي اليوم الثالث خرج من الرمال وحجرتين فما تطهير كليتيه وتوقفت الأيدي عن الألم شعر بخفة في جميع انحى جسده الآن يستمر في تناول بوء الصباح كل وأحيانا في لاء النهار جي نقطة إثنقط منطقة سمار مستوطنة سونشنة بوليان ابنتي كانت تعاني من ألم في جانبها لمدة من اثنين إلى ثلاث سنوات تعرف الأطباء على كيس على المبيض ثم تنخر عظم أقنعتها وأقنعتها بشر البول لم توافق لفترة طويل لكنها قامت بعمل ألم بول جعلتها تشرب بول حفيدتها وبعد ذلك على التبول لكننا أخذناها إلى المستشفى وفحصناها وأظهرت نوجات فوق الصوتية وجود حصوات في ألكل وبعد أصبع أغمي عليه بالبول ووقف الألم الآن تقنع زوجها بالتنظيف ويؤلم كبده ما لخوف التطهير الكامل الجسم صاد ناءتان وتسعة وثمانين علوم إذا جان شكل المعلومات التي تقدمها مشابها لما يراه العمي على أنه حقيقي فإن معلوماتك لها كل الفرص نارية مجزة مبرر التغيير طاقة الفضاء لكي نفهم بأنفسنا ما هي طاقة الفضاء ولماذا تتغير نوعا وكميا دعونا ننتقل إلى ما هو معروف الفعل العلم نؤكد عدد كبير من البيانات التجهيدية أن تأثير طاقة المعلومات يمكن أن ينتقل عبر مسافة باستخدام النوجات الضوئية ونوجات الراديو والإشعى الحراري والنوجات الصوتي تم إجراء التجربة التالية تم توصيل أنبولة بمدى بمصدر ضوئي خيوط المصباح ودراسة خصائص الضو المنبعث من المصباح اتضح أن الإشعى الكهرومغماطيسية الضوء ينقل للخصائص نشط للمعلومات للمادة الموجودة في الأنبولة عبر الفضاء ويؤثر على شاشة التحكم يقترح العلماء أن إشارة طاقة المعلومات من المادة الموجودة في الأنبولة ضعيفة للغاية مما يؤدي إلى تعديل إشارة الحامل كما هو الحق في البث الإذاعي والتلفزيوني لكن هذا النع من التعديل يختلف عن التردد والسع إذا انتقلنا إلى الكون المحيط بالأرض فسيظهر التشبيه التال ترسل لنا المجرات وأنظل النجوم الموجودة في الفضاء من حولنا معلوماتها وإشعى الطاق هذه الانبعاثات في الغالب ثابت ومستقر لكن النظام الشمسي مع كواكبه يدور في مستوى معين على طول محيطه تقع الأبراج المختلف من هذه الأبراج والنجوم يأتي إشععها الخص والذي يتم تطخيمه بشك دوري بواسط الكواكب التي تمر بيننا وبين الأرض في هذه الحال يتم فرض إشارة طاقة المعلومات القادمة من النجوم والأبراج على إشارة طاقة المعلومات القادمة من الكوكب كلما كبر الكوكب وكلنا اقترب من الأرض زاد تأثيره على الأرض والتالي على البشر تمتلك الشمس أكبر قتلة بالإضافة إلى أنها تشع والقمر أقرب من غيره لهذين الجسمين الكونيين التأثير الأكبر على الأرض والنس تؤثر الكواكب المتبقية على الأرض اعتماداً على قتلتها وبعدها عن الأرض هناك فرق كبير في التأثير بين الشص وبقية الكواكب تكثف الشمس من خلال إشعاعها في كل درجة من درجات البروج الإشعاع القادم من النجوم والأبراج عبر هذه الدرج تقوم الكواكب بتغيير هذا الإشعاع وفقاً لنوع آخر وفقاً لنوع المعلومات التأثير الفعال للمدة وتغيير تدفق الضوء الذي يحمله وهكذا فإن البروج المشهور عباة عن عجلة ضخمة شعو الطاق والكواكب والشنس هي مضخماتها ومحولاتها الأضوى الإنسان عليها هما محور هذه الطاقات بشك عم تخضع جميع الكائنات الحية وتتكيف مع رقص الطاقة في الأبراج والكواكب كان التنسيق الصحيح لانشطتهم مع طاقة الأبراج والكواكب من أسمى المعارف لدى القدمة روات إلى مسافة قديمة وقديمة وغير معروف كل جديد نسي جيداً العمر جيد جداً ثم إذا قطب تألف شائماه لكن تشعر بالحرج من تقديمه بنفسك فإن الأسلوب تحت أعماق القرون والأسطير والأسطير الشرق أو أكله مصر أو أسطير الهنود سوف يساعدون ما هو فنغوشوة؟ نشع فنفنشوة الصيني حرفياً ماء الريح منذ حوالي أربع آلاف عام واغتبت جذوره العميقة في التاريخ ارتباطاً وثيقاً بمعتقدات مثل عباد الأسلاف والشامنية والطوية وعبل فترة طويلة من عصرنا درس العلماء الصينيون الروابط بين بناء المنزل والعشفه والصح كان هدف زيادة السعادة والحكم واتضح في وقت مبكر جداً مدى أهمية اختيار المكان المناسب لك ولمنزلك وكان من الأفضل توجيه المنزل باستخدام إلى الجنوب لأنه يمكنك الاستفادة بشكل أفضل من ضو الشمس والحرار يجب أن يكون هناك تل أو غابة قريبة توفر الحماي إنه أمر جيد إذا كانت هناك مياه قريد مما يجلب الخصوبة للأرض ويساهم في تقلبات الهواء لقد طورت العديد والعديد من الأجيال حتى يومنا هذا هذه المعرفة التجريبية التي تعلمنا كيف تدفى الصحة والرفاهي والسعادة وعلاقات الحب لاختيار الأفاث وترتيب ونظام الألوان في المنزل ملل؟ من أسأل طرق لخلق نشوة غير رسمي؟ إنه ملل إذا لم يعمل شيء آخر فعنئذ يعمل الملل أو إذا كنت لا ترغب في فعل أي شيء آخر أو إذا أنت بحاجة إلى عابر مع ضمن الملل يعطي نشو الضمن إذا تذكرت نفسك عندما استمعت إلى محاضرات رتيبة لفترة طويل ما المهم أن نتذكر هنا أنه في حال النشو يتم تعلم هارا لاوعي وليس استيعى المعلومات الوعي عدا تبوا بما أنه يستطيع الهضم لأسابيع فإن حياته ليست مثقلة بالهموم علاوة على ذلك إذا وضع فأرا في حضم أجله لكنه لم يشعر بالجوع بعد فهو لا يرى هذا الفار من نسافة قريد تجري حوله وتقفز فوق رأسه لا يوجد رد فعل سوف يتحرك ماذا الفار هنا؟ نه بخير جائع رمي ومرة أخرى السلام يمكنه فتح إحدى العينين أو الإغلاق لفتح الأخرى أو أنه حتى يشعر بالجوع مرة أخرى عدما يتم تحقيق النشو التي تسبب بالملا من خلال استخدام البديهية البديهيات والبديهيات والبديهيات في صف واحد يهز المستمع الناس مختلف والأشخاص المختلفون لديهم قدرات مختلف يكتسب بعض الناس قدراتهم بسرعة حتى أن شخصا ما يعتقد أنهم ولدوا بالفعل معهم يحتاج البعض آخر إلى الدراسة لفترة من الوقت لتطوير قدراتهم إلى مستوى معين في مرحلة ما ستنتقل إلى شيء آخر لقد جاء إليك شخص لاستشارة والآن سيجلس وما زال يس لديه مكان يذهب إليه من وجهة نظرنا المل هو أحد أكثر طرق تنوعا ومفوقي إذا لم يتم إساء استخدامه بشكل خاص من المفيد لك أن الافتلاف بين الساحر والفنن هو القدر على التحدث بشلمل عندما يشعر العميل بالملل يتم تشتيت انتباهه يبدأ في إدراق نص دون تمحيص وهو أمر مطلوب يمكنك أن تكرر ما تقوله بصوت رتيب وتكرار الحقائق الشائعة بشكل مبجر والعود مرة أخرى إلى موضوع المحادثة والبد مرة أخرى ربما قليلا من الجان الآخر مع تكريس وجهة نظر مختلفة قليلا في نفس الصوت الرتيب سوى كنت مشتتا أو تعود إلى الموضوع لتوضيحه ما أو توضيحه يمكنك إعطاء أنفلة إضافية تسمح لك بإغراق العميل في نشو أكبر الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره حول هدفك ماذا يجب أن يفعل العميل مهمتك هي صرف الانتباه وعدا جعله يصدق كل ما تقوله هناك استانيدا على سبيل المثال كتبتنا عشر كتابا إذا كنت مستشارا تجاريا فأخبرنا عن نهج جديد وصل لتوه من جزر فيجي لذلك لا يعرف المحاور هذا جيدا بعد وقد تلقيت تدريبا بالفعل أو أنك ذاهب للتو للحصول على 2.5 ألف رال في مكان ما لهذه الجزر نفسها أخبرنا عن كيفية عمل العالم ما هي الاتجاه الخفية أو الواضحة التي تم اكتشافها مؤخرا وما إلى ذلك ما هو نوع النجي المهم جدا لاستدامه الآن وما هي الشركة الكبرى التي تتبع بالفعل هذه الاتجاهات صراحة أو ضميا بكل قوتها وينبغي أن تكون جميع القوة على التوالي لتطبيقها على تطوير الأفراد أو التركيز الآن ليس على الموففين ولكن على ما يسمى الآن سير العمل حسن حسن الآن سيكون لديك تركيز كبير ليس على سير العمل ولكن على إذن ما هو تركيزك الرئيسي الآن تخيل أيها القار سيكون تركيزك الرئيسي الآن على تدريب الموظفين لا ليس لتدريب الأفراد ولكن من أجل هيكل القياد ويهم هالموظوط لديها مهم هذا هو جوهر النشاط الآن ألا معها برسال ما هو أهم شيء الآن ما ينفي السوق إذا كان هناك مكان في السوق فهناك ربح لا ليس حتى في مكانه يتعلّى الأمر المبيعات إذا كان لديك شعر فهذه هي المبيعات لا ثقل لذلك لساديك شيء هل تحتاج إلى تقنية جديد ثم كل شيء سيكون على ما يغام لفترة طويل الباقي لا يهم ماذا تريد أن تسألني أو نعم حول الاتجاه الجيدة في الإعلان لذا تقريبا في هذا النمط أن تدرك أنه لا يهم ما تحمله من المهم إذا كان يحدث نزع الهوي وما إذا كان الرفيق مستعدا لسماع الاقتراح الكلام هو سلوك لتغيير سلوك شخص آخر عندما يشعر الشخص بالملل يتوقف عن الاستماع إليك باهتمام ويشتد رهنه بكل ما هو منك طالما أن تنتهي أخيرا هذا هو الوقع المناسب للإلهام التشبع تشبع مشاب جدا للملل يكمن الافتلاف حقيقة أنه في حال الملل منذ البداي ليس من الواضح تماما ما الذي تتحدث عنه الفعل في حال ملل كل عبارة في حد ذاتها لا تسبب تناقضات البديهيات واستمع الشخص إلى كل هذا محاولا فهما يدور حوله كل هذا يا رب مت سيقول أخيرا ما يريد ما الذي نقصده لاذا قول كل هذا وفي حال التشبع تخبر الشخ أولا بما ستتحدث عنه الآن عادة عن شيء بسيط وواضح لذلك يعتقد أنه يعرف كل شيء مقدم ويفهم ويمكن أن يشتت انتباه تعليمات استخدام الغلايا الكهربائي توصيل القابس بالمقبس وعشرين دقيقة حول هذا الموضوع ويبدأ الشخص في الاستماع من خلال كلم تأكد أولا من حيث المبدأ يمكنك بهذه الطريقة قضاء ساعات في شرح قواعد استخدام ورق التواليت نتأخذ سياقا لا يوجد فيه حقا ما يقال لذلك كل شيء واضح وبعد فترة لا يكاد شخ يستمع إليك بعد الآن ثم يمكنك أن تقول ما تريد إنها مسألة أخرى من المهم أن يبدء ورق التواليت أحيانا على أقل حتى يكون الشخ هادئا نحن جميعا في نفس الشيء ونازلنا مستمرين في هذا السياق يمكن تشتيت انتباهك في أي مكان وقول أي شيء وملاحظة أي شيء وتذكر أي شيء والاقتباس وإخبار قصة وكل هذا سيكون في التعليمات الخاصة باستخدام ورق التواليت وإذا سألت شخصا ما ما الذي كنت تتحدث عنه لمدة ساعتين حول ورق التواليت زياد تحميل وإذا بدأ الشخص بالضجر نمل والشبع فإنك تسرع وتبدأ في التحدث بشكل أسرع أسرع مما يستطيع أن يفهمك لا يعني ذلك السرع إنها فقط أسرع مما يمكنك أن تقول أنه يفهمها إنه مثل ذلك الطائر الذي يبدو أعرجا ويشتر انتباهه عن عش ويبدو أن الثعلب يعتقد بالفعل أنه سيصطاد لكنه في كل مرة يقصر قليلا حتى أنت أنت شاح باستمرار شيئا بحيث يكون نستمع دائما متخرا قليلا عن تفكيرك القز استمرار من جانب إلى آخر وكلما قفزت بشكل أسرع كلما عدت كثيرا إلى شيطنت مشتة منه مؤخرا بسبب ما يخطر ببلك كلما شعر المحاور بأنه على وشك اللحق بالرقب ثم عندما تقول في النهاية باختصار هذا كذا وكذا ستأتي لحظة ارتياح فو الحمد لله لقد أدركت ذلك النقطة القبض على تخطي كل ما كان في الطريق وعلى طول الطريق كان هناك تدخل يمكنك زيادة تحميل بسبب الوتيرة وبسبب الموضوعة المعقدة أو انفلاؤهم المنعطفات عندما يكون واضحا تماما ما علاقة هذا بها مرة أخرى يبدو أنك لم تتوصل إلى حل المشكلة بعد ولكن بشكل غير متوقع بالفعل في مكان آخر يمكنك زيادة تحمل على حسال كلمة غير المفهومة وغير المعروف إذا اقترب عددهم من الثلث فلن يكون لدى الشخص بثقة الوقت لفهم النص ماذا يقولون؟ يا رب ما هذا؟ وتستمر في الانحنى بنفسك حول كريكر من شام هول حول حقول الالتواء حول المعايرة حول النماج الفرعي حول المعاملات حول السيناريوهات الداخلية للوالد الطفل البال حول انتروبيا بالطبع عن خطوط الطول والبرانة ومجتمع الفردانية ما بعد الصناعي والخطاب ينظر إليه بالفعل بشلغام لكن ما زال واضحا ما يدور حوله عندما يتوقف شخص عن الفهم يتحول إلى ملل إذا كنت تريد منه أن يتابعك فأنت من وقت لآخر تتخلص من الاستنتاجات قصاصات قصيرة من فكرة كاملة ومفهوم بطبيعة الحال ليس حول ما تلهمه بالتشبث بهم يهدأ الشخص نعم يقولون كان الحديث كله عن ذلك حسن حسن ثم لدي وقت ومن المثير للاهتمام في هذه الحال لا حاجة لمزيد من النقاش الرجل يفهم الخلاص وهمر ماذا قبله كان هناك حجة توصل المؤتمر العشر إلى نتيجة مفادها أن الثورة الاشتراكية ممكن إذا تمكن الحد من الجمع بين النضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال والنضال من أجل الحفاظ على الشعب الروسي كشعب يقوم بتكوين الدول ضام صداقة الشعوب وقاء طور جميع شعوب لا تحادي على رسل أخرى وهذا السبب تم عتيادها في الكنغس بقرى خاصة بشن المسألة الروسي يون المستمع أنك تشرح بالفعل منذ فترة طويل ومن يريد أن يبدو مثل الأبله ويعترف بأنه لم يفهم أي شيء في النهاية فهم الرجل النتيج ويخمن أنه قبل ذلك شرحت لنذا كل شيء على هذا النح ويتفق معك شخص فقط ليكون في الواقع المناسب لأنك تقول بالفعل شيئا ذكيا وهاما مرة أخرى أكد زوغنف أن العمليات التي تجري حاليا في البلاد والعالم هي عمليات ثوري هذه هي إعادة تقسيم العالم تحلطة لعلمة هذه خصخص مفترس مصحوبة بثورة جرامي ثورة مضد يؤيد للحز الشيوعي لروسيا الاتحادية مخرجا سلميا وديمقراطيا من الأزمة الراهن وقد اقترحناه في المؤتمر وهذا استفتاء على القضايا الأساسية التي بدونها يستحيل تغيير المسار وبقى البلاد القوى الحقيقية الوحيدة القادرة على إجراء هذا الاستفتاء الوطني هي الحيد الشيوعي لروسيا الاتحادية وحلفاؤنا برافدا رقم خمسة وسبعون ثماني وعشرين الف وستمائة وتسعة وثمانين من تسع إلى اثنى عشر يوليو 2004 مؤتمر فرونتير الآن أغلق الكتاب وحاول تكرار آخر قطع معظم الذين اقترح عليهم المؤلفون مثل هذه التجربة لا يمكنهم إلا أن يقولوا إن كل شيء سيء للغاية ونحن بحاجة إلى الاستفتاء يعقده الحيد الشيوعي لروسيا الاتحادي لم يتذكر بقون أي شيء على الإطلاق الملل التشبع التحميل الزائد خوارزميت للمحادفة الملو وشبع والحل والزائد يشكلان السياق الذي أنت فيه تحدث بشكل أسرع وأبطأ وأكثر تفصيلا وأقل تفصيلا إذا أظهر شخص ما أنه لا يفهم كل شيء تنتقل إلى التشبع إذا قال الشخص أنك تمشي ببط شديد فراجع الحمل الزائد وعندما يبدو لك أن المحاورة يستمع جيدا اختب في الملل بعد فترة من هذه المحادثة تلقى الشخص جميع الاقتراحة الضرورية بفكرة وعية كاملة بأنك تتحدث عن شيء مختلف تماما وبالموافقة على فكرة أنه إذا لم يفهم شيئا فهو أحمق لأن كل هذه الساعة القليلة التي حاولت أن تشرحها بصد لقد شرحت الأمر على هذا النحو وشرحته بهذه الطريق وشرحته أيضا بهذه الطريق وأتيت من بعيد وتحدثت مباشرة واستخلصت النتائج وإذا استمر الاتصال على طول الطريق يشعر الشخص بشك عم بالراحة فإن كل شيء يكون رائعا ما الجيد بشك خص أن يشبث بكلمة من وقت لآخر ويمكنك أن تقول بحق أشرح مرة أخرى أو أكرر أو حسنا دعنا نحاول بشك مختلف النقطة أو لفترة من الوقت تظاهر بالدهشة من حقيقة ظهور مثل هذا السؤال لأنك تحدثت للتو عن هذا الشيء بالذات ومع ذلك يجب أن تفهم أنك لست بحاجة إلى التحدث عن هذا طوال هذا الوقت ولكن حول ما تحتاجه إنه الموضوع هو مجرد خلفي وسياق تطرح عليه اقتراحات بانتظام ولجعل الأمر يبدو للمستمع أنك تتحدث عن نفس الشيء طوال الوقت فأنت تمشي في دوائر وتشت انتباهك ومن وقت لآخر تعود إلى الموضوع الرئيسي وفي النهاية تصل إلى نتيجة غريب ونقول إن الأمر كله يتعلق باستخدام ورق التواليت بشك عم يمكن استخدام ورق التواليت ويجب استخدامه لأنه مؤشر على حضارة من يستخدمه يمين من المفيد بشل خاص أن تسأل في النهاية عما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الشر على وجه الخصوص من المهم جدا فهم كيف يستخدام حب الغسيل في الطبيعة تحتاج أولا إلى تفكيك هيكل حب الغسيل بنبوكو لذا فإن بنبوكو للحوض في السياق هو واحتياطي لديك اقتراحات غير مباشرة والتي تقوم بإدراجها بسخاء من المفيد الانتباه إلى هذا بغض أنظر عن مدى نظافتك تشعر بالملل أو الشبع أو الحمل الزائد من المهم أن يدخل الشخص في نشوء أم لا تعال وتدرب يقررون بسرعة أن الشخص الآخر يريد شيئا منهم حتى تمكن من نسح عقلك لفترة طويل لكنهم يفهمون لا ليس هذا لكن حتى هؤلاء الأشخاص بعد 15 دقيقة من المحادثة يسألون غالبا بشكل صريح مباشر حسن أخبريني أخيرا تريده حسن شرح كاف لقد فهمت بالفعل كل شيء سأفعل كل شيء فقط أخبرني أخيرا افعل أن تحتاجه وهذه أيضا طريق أولئك المستعدين سيرون فيك بسرعة وضعية مضغوط وغيرها من التفاصيل النفسية الدقيق لكن مهمتك هي صرف انتباه الشخص عن هذا أيضا مجرد تحميل مزيد من التحميل يمكنك تحميل إنجازات جديدة في العلوم والتكنولوجيا أو يمكنك بوعي تحسين التفاصيل الدقيقة التي لحظت بالفعل حسن اصنع ورأي مثبتة تماما تململ دعه يفخر بمهاراته ولا يستمع إليك مهمته هي صرف الانتباه ما هو الاختلاف الذي يحدثه الشيء الرئيسي هو المكان انتباه مهم لعدم صرفه أين ومن ماذا استراح النقش مقاطعة ناط الفكرة وراء مقاطعة النمط بسيطة وواضح إنها تقنية بسيط كلنا نقول أو نفعل شيئا في كل وقت حسن أو نعتقد معظم أفعالنا في الحياة اليومية مخرشة وعادنا نتصرف كما هو الحال دائما نرفع أيدينا عندما نقوم بتمشيط شعرنا ونفرد طوقنا ونجلس ونقف ونتحدث بشتعم ونصافح ونضع العق في ثمنا ونضع كيس شاي في كوب من المال مغلي ونرسنا استيابة لذلك اسمنا تقلب الصفحات كل هذه إجراءات نموذجي قياسي لا نفكر في كيفية القيام بكل شيء هذا ما يسمى الإجراءات تلقائي نفتح باب السيار ندخل المفاتح في القفل نضيء الضوء نلبس الملابس ننزع ننظر إلى الساعة مهمتنا هي أن نفعل ما هو معتاد بطريق مختلف وليس كالمعتاد يوجد فنجان وعليه خشب رقائقي الكاس نفسها مفهوم الخشب الرقائقي في حد ذاته مفهوم أيضا فنجان تحى الخشب الرقائقي غير معروف لذلك طالما أن الشخ يفهم سبب وجود الخشب الرقائقي فلديك الوقت أو يغمس أحدهم كيس شاي وأنت تمشي وتمسك بيده إنه ليس خطيرا لكن لماذا؟ فكرة مقاطعة نمط ما هي التصرف بطريقة غير متوقعة لشخص أو له أو شيء ما يجب أن يحدث ما يجب أن يحدث ليس ما يتوقعه ولكنه في حد ذاته مفهوم وآمن لأن الشخص عدم يكون لديه نمط ردهه الخاص على الأشياء الخطر والمفهوم نشوة تذكر من سبينسكي أنا ذاهد أنا لا ألمس أي شخص فجأة من الخلف استمر في التحرك نقطة أستمر كل شيء من هنا ما زلت أسير فلماذا فجأ؟ من المهم جدا أن يكون قطع النط في حد ذاته خارج سياق شيئا مفهوما وآمنا وعيسا من هنا شيء من هذه الفئ قليل ليس ذلك الرجل يطلب القفازات وأنت تحمل مظل المرأة جالس وعليك أن تسقط شيئا ما تحي الكرسي بين ساقيها ثم اسعد إلى هناك على ما أسقطت واعتذر باستمرار وبين الاعتذارات لتقول كل ما تحتاجه لأنه من ناحي كل شيء واضح لم تتسلق بين ساقيها فحسب بل تسلقت تح كرسي للحصول على كرسي وأنت مهذبة لأنك اسقطتها بنفسك وأنت نفسك تتسلق ولا تطلب منها أن تلتقطها لك من ناحية أخرى وجودك في مكان ما بين ساقيها الوظف حد ذاته مثير للاهتمام وبشار فردي كل شيء صحيح إلى حد ما لا تنمو معا هذا أمر نموذجي لمقاطعة أنمت كل شيء على حدة كل شيء على لا يرام كل شيء طبيعي معا لا يمكن فهمه يقولون إن المنوم المغناطيسي العظيم ميلتون إيريكسون جرب في وقته سار في أشار واقترب من شخص في حوالي الخامس أو السادس مساء توقف ورفع ساعته إلى عينيه قال بالضبط خمس لقائق إلى دقيقتين نقطة ثم انتقل في حد ذاته كل شيء على ما يرام كل شيء واضح الرجل قال كم والساعة الآن صح أنه لم يسأل والوق مختلف لكن بشد عم الوعامن تماما وحيوي وطبيعي يقولون عندما وصل إيريكسون إلى نهاية القتلة واستدار كان الناس لا يزالون واقفين ويتساءلون ما هو كلما قاطعت تصرفك أو محادثك بساط كان ذلك أفضل عاد عندما تتخذ بعض الإجراءات معقدة يبدأ الشخص في التخمين هناك خطأ ما وعندما تقوم بعمل بسيط فقط بعض الأشياء الصغيرة لا تتطابق كملاذ أخير ستبدو شخصا شارد لهن أو غريبا ادى بتمشيت شعرك بالجانب الآخر من المشط قلب الشاي بالجانب الآخر من الملعق أو الشوك ارتدي النظارة رأسا على عقد قم بالرد على الهاتف الخلوي مع انساكه بالمقلوب أو رأسا على عقد اطلب من شخصي أن يمرر لك كرسيا أو لقد أخطأنا في كسب الخبز الطريقة الكلاسيتية لكسر النمط هي مقاطعة النحاور والمقاطعة لقد قاطعت وقلت شيئا ثم عرضت الاستمرار الشيء الرئيسي هو أن تتذكر المكان الذي قاطعت لأنه إذا تردد فجأ فسوف تذكره بسرعة كما يقولون هذا كل شيء تابع ثم يلتقط الشخص بسهول ومكان بينهما نسي بالفعل يذوب يترك يمكنك أيضا تقبيب كسر النمط على خطابك قد يكون هذا هو الخيار أبسط الذي نستخدمه جميعا كثيرا تتحدث عن شيء ما تقاطع نفسك تشتت انتباهك بشيء آخر تعود إلى السابق تشتت انتباهك بشيء ثالث تعود مرة أخرى تشتت انتباهك بشيء رابع تشتت انتباهك بشيء خامس عد إلى رابعا ارجع إلى السابق بالإضافة إلى ذلك فهو أيضا عبزائد مما يزيد من تفكك المعنوية العام تعتمد المصافحة الكلاسيكية المتقطعة أيضا على كسر النمط هناك العديد من الخيارات هنا الأول عندما تمد اليد ليس حنلها لإبقائها في الهوى في هذا التوقف يمكنك فعل أو قول شيء ما ثم تمد يدك إلى يد شريكك وبعد ذلك يصبح كل شيء بسيطا وواضحا أسف اتسم كل شيء كالمعتاد الخيار الثاني هو النقل والتأخير وفي هذا الوقت قول شيء ما ثم ركى وهناك خيار ثالث لإحضاره إلى حال ثابت هو كاتل بسي للقيام بذلك حرر يدك ببط شديد مما يخلق شعورا بعد اليقين لدى شريكك هل نزل التمسق بيده أم لا من ملائم بشكل خاص القيام بذلك مع النساء لأنه يمكنك التظاهر بأنك مهتم بالحلقة في الرجال تكون الحلقة ممتعة قل شيوعا ولكنها تحدث أيضا قد يكون هناك أزراء أكمام أو صوار هذا من ناحي من الواضح ما يحدث وببساطة ليس من الواضح لماذا الآن فقط ضع يد شريكك في الهواء في وضع مرتفع ولفترة أثناء التحدث أو التمثيل امسكها هكذا ثم تركها ومع ذلك فهذه مراوغات يمكنك رائما القيام بذلك بسهول يهض الشخص وتحمل من كتفه يقول شيئا في هذه اللحظة ثم ساعده على الوقوف أكثر قصة مماثلة بملعق لفمك وكبل فمك وسجارة في فمك من المهم إطاء الحركة التي تحدث بالفعل شيء من هذا القبيل لعب الأطفال تجميل تفضل يمكنك مقاطعة الأنمط بسلوقك الخاص عادنا يركز الشخص انتباهه على ما تفعله الآن إنه يراقب أفعالك خاصة إذا كانت تبدو مرتبطة بالشيء الرئيسي أي بالنسبة له بالمحاور وهنا كذا وكذا فعلك يمكنك مقاطعته مع الاستمرار في معالجة وعي شارك الاتصال تم الوصول إلى قر المرء تبدأ معظم النساء في إدارة آذانهن إليك ولا تصل إلى النهاية أن تقول شيئا ما وبعد ذلك يمكنك إزال يدك تماما في يفس السلسل إذا كنت رجل وتضع يدك على رقب رجل آخر هذا في حد ذاته ليس تهديدا لكن معظم الرجال يتوقعون على الأقل بعض التفسير بينما ينتظرون شرحك يمكنك أن تقول ما تريد وبعد ذلك كما لو لحظت يدك على ركبك قم بإزالتها من هناك أو من الصعب الاتكاء والوقوف بالطبع النس مختلفون وهم يدركون أكثر فأكثر أن الاحتراف التواصل والعلاقات والتأثير هو أساس أكثر من نصف النتائج لائقة اليوم لذلك قد يتم القبض عليك من قبل شخص ليس أقل ذكا منك حسن تعلم منه إذا كان الشخص محترفا في هذا الأمر فإن أن تلاحظ ذلك على الفور وبعد ذلك سيتعين عليك القيام بشيء أبسط أي أكثر تعقيدا أو أنه ليس محترفا في مستوات ومن ثم يكون لديك فرص يمكنك أيضا الخروج بشيء مثير الاهتمام من خلال تقليب الصفحات وتقديم بطاقة العمل وفتح الأفرث وحش السجائر المسبقة بنوع من المتفجرات في مكان ما في المنتصف كل الوقت حتى يفهم الشخص ما يحدث بالضبط هو وقت علاوة على ذلك لا تجر أفعى تهدييا جانبك شيء يصدر صوت هسهس يدخن في سجار يمكنك لمديد الكائن إلى المحاور لكن أثناء أخذه لا تعيده لبعض الوقت الشيء الرئيسي هو أنه في وقت لاحق يتم شرح كل شيء الطريقة الأكثر ملاء ثم ينسى بسهولة كل ما حدث أبسط كان ذلك أفضل يمكنك تقديم قلم كتاب فاخر تماما ولكن ليس قلم كتاب وبينما يحاول شخ إخراجي منه لفترة من الوقت حسن أنت فهم عادما يتم تقديم الاقتراحات في مثل هذه الحالة بشيء مختصر وسريع للغاية استرخ استمع إلي افعل هذا اذهب إلى هناك كل شيء على ما يرام ساعد في هذه الحال لا تحتاج إلى في وقت ما قد ترغب فيه أنت فقط أغمض عينيك موافق إلخ رفيق من لوف من دم مبيعات يفعل ذلك لعم وكله في سيارته في المقعد المجاول للسائق ويناقش معه شيئا تاكام ربط حزى الأمام ويبطء بشك دوري علاوة على ذلك فإنه يتباطى حيث يتوقع رد فعل إيجابي من العميل انخفض الرس إلى الأمام وضغط الجم على الأشرت علاوة على ذلك لا يعلم العميل إلا أنه أومى برأسه ويقيم هذا على أنه موافقته يقضي هذا التعارف نصف المفاوضات في السيار عند طرح سؤال أبطأ أومى العميل برأسه نذهب إلى أبعد من ذلك الشيء الرئيسي هو أن تكون حذرا ليس بحيث تكون جبهتك في الزجاج ولكن قليلا مفاجأ ارتبات ارتبات كل شيء جيد للنتيجة كسر النمط الشيء الرئيسي هو أن الشخ على الأقل لبعض الوقي يجب أن لا يكون متأكدا من أنه يعرف ما يجب أن يفعله ويخرج عن النظر العالمية المعتاد هنا يشمل مقاطعة الناط أيضا مثل هذا الشيء الأنثوي الكلاسيكي تكوين حاجب واحد وليس الآخر يبدو أن كل شيء على ما يرام ولكن هناك خطأ ما يمكن الرجال تصويب أحد جانبي اللحية بشكل مختلف عن الآخر من كل جانب يبدو أن كل شيء طبيعي ولكن في المقدمة هناك شيء بعيد المنى ليلمس المراقد يقوم بعض الرجال بذلك حتى أنحف أحدهم حليق الذقا والآخر ليس كثيرا لن تفهم ما يحدث على الفور هناك شيخات لكن لهو غير واضف تماما أو يخبرك شخص بشيء ما وتسأله لقد فهمت بشك صحيح ما أرد أن تقوله وهي ليس من هنا على الإطلاق ويجمع الشخ أفكاره لبعض الوقت من أجل أن يفهم بطريقة أو بأخرى كيف من كلماته عن الخريف الممتر فهمت أنه يحب اللبن الرائب هذا وقت ثم يمكنك أن تفكر بنفسي نوعاً ما وتسأل هل تحدثت عن هطول الأمطار في ستمبر؟ أكنل من فضلت نقطة ويستمر الرجل راضياً وهادئاً على عقله لهذا من المفيد أن يتأكد من صحتك العقلي دعنا نلخص في النهاية يمكنك مقاطعة النمط الخاص بك أو نمط شخص آخر في العمل والكلام والبيئ ونظر العالم لذا كنا هذه علامة نمط تملك أجنبي إجراءات أجهد عملك ثم ترى قاطع عمل آخر ثم ساعده على الاستمرار كلمات قاطع نفسك ادأ موضوع آخر ثم عد مقاطعة أخرى أدخل الخص بك وأعد الكلم البيئات غير مظهرك غير البيئ الرؤية الكوني عبر عن فكرة غير متوقعة أو تصرف بطريقة غير ملوف عبر عن فكرة مثيرة للجدل أو اقترح فعلاً غير معهون قصة فرانك فاريلي معروفة على نطاق واسع والتي كما يقولون بدأ العياج النفسي الاستفزازي ذات مرة كان هناك مريض لا تحب المعالجين النفسيين وكانت مترددة في التحدث إليهم ولم تخبرون بأي شيء عن نفسها وهكذا تم إرسال فاريلي المتدرب الشد إليها دعه يتدرب لا يزال العمل كارثياً بمجرد وصول فرانك أحمر خجل هذه المرأة بطريقة غريد وحدقت في مكان ما وسرعاً وضعت كل شيء له كان سعيداً لقدراته العلاجية النفسية وترى بشعر عادل بأهميته الخص وقد اكتشف بالفال في الشارع أن ذبارته كانت مفتوحة على مصرعيها طوال هذا الوقت وتذكر من فضلك بمجرد أن يفهم المحاور ما هي الأمر لن تنجح مقاطعة والنمط انتقل إلى المل والشبع والإفراط في العمل أياً كان مناقشة الوعي وغير مدركين الطريق إلى الحقيقة محجوز لا فهمها أن الجوهر ليس فقط أعمق من العقل لكن فوق طاقته ألا هو برمان نطرق الغريبة جداً للتخلص من الوعي الإلهاء والارتباك ما يسمى بتفكك الوعي واللاوعي انفصال انفصال اثنين وفصل أحدهما عن الآخر يخلق الوهن بأن الإنسان في رأسه في جسده ليس وحيداً وليس وحده الاستدام بالواقع حيث بؤدي عبارة لست وحدي بسرعة كافية العميل إلى الدرجة لازماً عدم اليقين والإتهاك والإتهاك مع ذلك لقد عاش وعاش بمفرده لكن اتضح أنه بمعنى لما كنا أنا من عاش على الإطلاق وأنا لست مسؤولاً عن نفسي باختصار تحتلث المخادع تفكك الوعي واللاوعي تكمن فكرة بسيطة مفادها أنه يوجد في مكاننا هناك في الداخل في الشخ أنا عميق هذا ما تخاطبه الآن التحدث إليه مثل أنا لا أتحدث مع أنت الآن أنت تستطيع أن تفعل ما تريد علاوة على ذلك سيمر كل من الكون وفضى معلومات الطاقة إلى أنا العميق هنا إذا كان الشخص فقط مشتة عن السيطرة الوعي والإدراك النقدي للعالم لو سمح ماذا لو وإذا كان هذا صحيحاً حسن لكن كيف نفعل ذلك بسيطاً بما فيه الكفاية من المهم في أي حال أعطى الشخص فكرة عن ازدواج إدراكه للعالم والوعي والنفسي الجاد والروح الوعي واللاوعي الشخصية والجوهر الذات الخارجية والعميق نثف الكرة الأيسر والأيمن صحيح بيأتشي والداخلي سطح وعمق الوعي أولاً والانتباه ثان عقلني بديوهوي أبوين طفل بلغ ذكوري وأنثوي ثم اشرح أن معظم أفعاله يتحكم فيها ذلك الآخر غير المفهوم تحتاج إلى التحدث بثقة واختراق مع إعطاء أنفل مجمة الهواجس مجمة رغبات متضارب مجمة الصوت الداخلي مجمة تقلبات مجمة حظ مجمة حظ سعيد مجمة حالة عندما اتضح من تلقى نفسه مجمة الإجراءات تلقائي مجمة إلهام مجمة رياح ثان مجمة شخصية بديل مجمة وما إلى ذلك وهل مجراً كل هذا بالطبع يثبت وجود مركز آخر ثاني مختلف للتحكم في الحياة والأفعال والقرارات والآن أن تدعي أن كيف عاش قبل ذلك واعتبره صحيحاً وما انتبه له كل شيء قانوني تماماً وحقيقي من وجهة نظر جزء واحد فقط منه يقولون إن هذا خطأها في كل شيء وسيوافق الشخص بكل سرور من يريد أن يعترف بغبائه وهذه زمي فقط وليس أنا والجزء الآخر وهنا تقوم بالفعل بإدخال الاقتراحات واعطى الأوامر اللازم حكيم طيب الشخص أثناء الموافقة على البيانات في الجزء الأول يتخطى اقتراحات الجزء ثان فيما يلي ورقة غش بسيطة لتأليف العبارات بروح الفص بين خارجي وداخلي اختر جملة واحدة من الجان الأيسر للجدول وأرفق بها أي جملة من الجان الأيمن من الجدول بعد فتر ابدأ في الخروج بجمل خاص بك واعكر نفسك العميق واحد تعني من صعوبات و يعرف ما هي التغييرات اللازمة لتحسين الوضع اثنان ربما يريد أن يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك يمكن أن توجه بطريقا أفعالك وأفكارك جين يتمست بفكرة نالوف للواقع بينما يفتح حدودا جديدة غير معروفة لإمكانياتك أربع قد لا تفهم ما يحدث ظالم هناك على اتصال بالجواهر العليا لوجودنا خمس يمكن أن تركز على حقائق الواقع نالوف مثل قد يكون لديهم أفكارهم الخاصة عما تريد ست متوتر بسبب الطلب على فعل كل شيء بشك صحيح يفشف لك صور والعلامات والقرائن التي من شأنها أن تشير إلى الاتجاه الصحيح سبع يمكن أن تكون على علم بما يحدث هنا والآن لكن يفتح على أعمى المعرفة والحكم ثماني اعتقد أنه من المهم التفكير في الأمور تعمل برية مع جميع المعلومات تسع يسعى الاختراق مع ما أقوله الآن يبدأ في فهم شيء مهم للغاية بالنسبة لك عشر يعكس ما يحدث ويقيمه بشك نقدي يكشف الحكمة الخفية لحظ استخدام الكلمات حقيقي وحقيقي وعميق وأساسي ومشابه يسمح للتلاعب بهذه الكلمات بتغيير فكرة ما هو حقيقي وحقيقي في أذهل المحاورين نجيب صاحب النعمة الإلهية سريوس ريماد إيسي على أسئلة المراس باكتف دانتسومي بربوبود أكاريا مؤسس الجمعية الدولية لوعي كريشنا على الرغم أنك لا تعرف ما هي الحياة الروحي فإنك تقول هي هذه هي كذلك يجب أن تعف أولا ما هي الحياة الروحي وليس الجسد هذا يمثل بداية الحياة الروحي متى ترى الفرق بينك وبين جسدك تبدأ في فهم أنك روح روحي قهام بروسني تحتاج ولا أن تشرح للناس من هم الجسد أو أي شيء آخر من هذا يبدأ التعليم الآن الجميع يتعلم التفكير بأنه الجسد فقط لأن شخص ما حصل على جسد أمريكي عن طريق الخطأ فإنه يعتقد أن أمريكي النقطة قد يفكر المر أيضا أنا قميص أحمر فقط لأنك إنسان لذا فإن هذا الجسد يشبه القميص أو المعطف على الشخص الحقيقي الروح الروح إذا ميزنا أنفسنا فقط لقميصنا أو معطفنا الجسدي فهذا يعني أنه ليس لدينا تعليم روحي كتب سريل بربو بود كما كان يطلق عليه حوالي ثمانين كتابا ترجمها تلميذه إلى خمس وعشرين لغة ووزعوا في مبلغ خمس وخمسين مليون نصف أسس ماء وثمانية هيكل وأنشأ ما يقر منعشة آلاف دلميث علم الوعي الذاتي بكتف دانتا بوكترست ألف وتسعمائة وواحد وتسعون سواحد وتسعين تشتيت الوقت تفقط إحساسك بالوقت فأنت تعرف ما هي النشوة هذا ما يحدث عندما لا تعرف مقدار الوقت الذي مضى كثيرا أو قليلا دون نظر إلى ساعتك تحدث التشوهات في كلا الابتياهين نصف ساعة في الطبور تبدو وكأنها بدي لكن يوم جيدا ومشيق يمر بسرعة نحن اهتمون جدا بالرأي القائل بأنه في العالم الداخلي للشخص على الرغم من كل الحديث عن الساعة الداخلي لا يوجد مفهوم للوقت لذلك إذا تركت الوعي جانبا الذي يتحكم بطريقة ما في التقويمات والساعة وما إلى ذلك فعنئذ في العالم الداخلي للشخص يحدث كل شيء في نفس الوقت في الوقت الحالي لا يوجد سوى لحظة دائمة الآن ويرجع ذلك إلى أن التمدد الذاتي للوقت أو بغطه ممك في الواقع بسبب ما لا يهم ولكن الشيء المهم هو أنه ممك هذا هو أسس ظاهر الراحة السريع والعلاج السريع والبحث السريع عن شيء ما في الذاكر على الأرجح يمكن للجميع أن يتذكروا اللحظات التي لم يكن فيها الوقت يتدفق مثل البقي هنا على سبيل المثال بعض أصوات الأغاني فكرت في شيء ما وتذكرت الأحداث لمدة ثلاث سنوات وخططت شيئا وفكرت في شيء ما ثم تشتت انتباهك وفجأة لاحظت أن الأغنية لم تصل بعد إلى الوسط هل حدث ذلك؟ بمجرد أن نبتعد عن مقيس الوقت يتبين فجأة أن الدماغ الشريع قادر على معالجة جميع المعلومات في الكون بشكل أسرع إن لم يكن على الفور فهذه شائعة غامضة أيضا في الأدبيات العلمية العدو التنازلي إطاة التفكير نتيجة لذلك نتصرف في جميع المواقف التي نطلق عليها المهار أو الإثارة أو الإلهام أو التوتر هذا يقود سيار بينما يفكر السائل مبتد بوعيفي ترتيد تبديل التروس والضق على الدواسات فإنه يصبح بطيئا وخرقا بمجرد أن يرتاح ويهدأ يصبح كل شيء أسرع يحدث هذا طوال الوقت ليس فقط للسائقين حرمان الشخص من وسائل قياس الوقت والاعتماد على نقاط مرجعية خارجية منتظم والوقت ستوقف سيبقى الشخص هنا والآن في نشوء ليس على الفور بالطبع هل تعتقد لماذا يتم وضع المتبئين في غرفة مظلمة إما ليوم واحد أو لمدة عام؟ العرى الانجراف كان ذلك مؤخرا كان منذ وقت طويل أغنيه في العقيدة المنومة يعتبر الانحدار العمري هو الغنشبه الكامل للشخص في مرحلة الطفولة أو في فترة أخرى من الماضي كما لو كانت إعادة العيش في ذلك الوقت لسنا بحاجة إلى مثل هذه الرتش فقط اجل انتباه شخص إلى الماضي وأمره في الذكريات فهو الآن في حال نشوء بالفعل وكلما تعمق الإنسان في ذكرياته كان ذلك أفضل لا تسحب العميل إذا كان مشتى انسحب إلى نفسه يستخدم كلما زادت دقة تفاصيل الماضي وكذلك المستقبل لأن الخيال يناسبنا أيضاً تتم دعوى الشخص للتذكر أو الاختراع كلما احتاج إلى الانغماس في حال النشوء عندما نبدأ في التفكير فيما كان مرة واحدة أو ما يمكن أن يكون في المستقبل فقط يتم تشتيت انتباهنا عن الواقع وننغمس في نشوء هذا غير موجود الآن كل هذا يجب تخيله هل تذكر كيف ذهبت إلى الندرسة الأول من ستمبر أي عام كان هل تذكر كيف كانت تصحينها ماذا كنت ارتدي هل يمكنك تذكر الأحذية التي كانت ترتديها ماذا ينتقى الباق هل كان هناك جلاديولي في الباق ماذا لم هل كان وين البيض ما رافقك إلى المدرسة الأم كيف تبدو ساحة المدرسة طريقة معيارية إلى حد ما للحث على نشوء خلال تشويه الوقت عندما تقول من فضلك أغمض عينك سأقول ابدأ وعندما تعتقد أن خمس دقائق قد مرت من فضلك حرك أسبعك الأيسر نقطة ابدأ سيحاول شخطخ من الوقت وفي هذا الوقت يمكنك التحدث فقط حتى لا يكون الأمر ممل النقطة نظرا لعدم قيام أي شخص تقريبا بإعطاء إشارة في خمس دقائق بالضبط حتى لمدة عشر ثوان دعوناك الحرافا يمكنك الاستمرار في التوضيح تعتقد أنه كان خمس لكنه في الحقيقة كان سبعا ويمكنك تخير مدى ضخام سيكون التناقض بع في غضون أسبوعين في أسبوع إذا لم تكن هناك ظروف خارجية تقيس حياتك وحتى أعمق في نفسك فإن ثانية واحدة وساعة واحدة لا معنى لها بالتالي يمكن أن تمر ساعتين في ثانيتين وثانيتين في ساعتين أو شهرين في ثانية واحدة أو يومين في ثلاث دقائق في العالم الداخلي حيث لا يوجد الوقت ربما تكون على دراية بمثل هذه التجارب إذا تم وضع شخص في غرفة عزول حسي حيث لا توجد معلومات حول تغير النهار والليل حيث يتم تقديم الطعن على فترة عفوية غير منتظمة ويتم إزالته تلقائيا ولكن أيضا بشكل غير منتظم بعد يومان أو ثلاث أيام يختفي شعور شخص بالوقت بشل كامل تريبا لا يعرف ما هو الوقت من اليوم ولا كمضى من الوقت منذ الوجب السادق حتى ولو بشك تقريبي بالنسبة للبعض هذه الفترة أطول بالنسبة للبعض تكون هذه الفترة أقصر لكن من المهم أنه في حال عدم وجود المحفزات الخارجية لا توجد ساعة بيولوجية أو يضل لا يشعر الإنسان بالوقت مثل أي خائن حي آخر لأنه لا يوجد وقت على الإطلاق في الكم هذه نفس ظاهر الإدراك اللون واحد صف شرطة لتذكر القاري أنه لا يوجد لون في ألواق ألن هو طريق الشخص لإدراك طول الطول الموجي المنبعث أو المنعكس نعم لذا أنت متأكد جدا وإذا لم تكن هناك حوافز خارجي فكل شيء يحدث الآن الآن إما بعد ذلك أو لاحقا ويوجد فرق كبير بين كل هذا يقولون أنه إذا خرج الشخص بشكل ذاتي على التصور الشائع للوقت للجميع فإن الشيخوخة تتباطى بشك حد لا يعرف أن سن الوقت ينفد وإلمه إذا طورت هذه الأفكار يمكنك الوصول إلى استنتاج مفاده أن الشيخوخة أو الشيخوخة هي جانب نفسي أكثر من تونها جانبا فيسيولوجيا لكن هذا موضوع آخر على الرغم من أنه مثير الاهتمام بنسبة لنا لأنه من وجهة النظر هذا يمكن أن يساعدك سحرك من العديد من الأشياء الجسدية تماما بمعنى أن صح الإنسان مرتبط النفسية رئيسي تذكر أن الأدوية تساعد أيضا أحد عشر لقد سمعنا هذا من منوم المغناطيسي الباريس أم أر جين بورج إذا قد بترتيب عمليات التذكر بالطريقة الصحيح فستضمن لك سنع المعالج عش في هذه اللحظة عندنا تتعمق في التأمل يختفي الوق عندنا يزدهر التأمل حقا لم تجل أي وق يحدث ذلك رلقائيا عندما يختفي العقل يختفي الوق أيضا لهذا السبب لقرون قال المتصوفون ذلك الوقت والعقل ليست سوى وجهين لعنة واحد لا يمكن العقل أن يعيش بدون الوقت ولا يمكن الوقت أن يعيش بدون العقل الوط هو الطريقة التي يوجد بها العقل ولهذا أصر جميع بوذا عيشوا في هذه اللحظة النقطة إيقاف العالم هو فن التأمل والعيش في اللحظة هو العيش في الأبدي والشعور باللحظة بدون أفكار وبدون عقل يعني الشعور بالخلود لا تصرف أبدا بناء على الاستنتاجات فهذه الاستنتاجات هي شروطك وتحيزاتك ورغباتك ومخاوفك وما إلى ذلك لين هذا أنت أن تعني الماضي أن تعني كل خبراتك السابق لا تدع الموت يحكمون الأحياء لا تدع الماضي يؤثر على الحاضر لا تدع الموت يحكم الحياة هذا هو التأم الموت لا يستطيعون السيطرة على الإحياء أوشو فقدان ذاكر نسي أن شيء أمر طبيعي لأي شخص من المؤكد أنك وقع في مثل هذا الموقف المضحت تذهب إلى مكاننا في الغرفة من أجل شيء ما لكنك نسيت في الطريق ما كنت تسعى إليه وبعد ذلك تتوقف وتكاد تتجمد لاذا أتيت إلى هنا؟ حال نشو طبيعي ماذا أفعل هنا وتعود وتشق المساء مرة أخرى أحيانا أكثر من مرة لاستعادة قطار الفكر للتذكر بمثبت لنا قيمة نسيان هائل عندما ينسى الإنسان شيئا ما فإنه لا يتذكره على مستوى وعيه أي أنه لا يتحكم فيه لأن الوصول اللواعي يتم الحفاظ عليه وتنشيطه وهذا ما تحتاجه ربما لاحظت عندما تريد شيئا ما حقا وتفكر فيه باستمرار فإنك تعاني وتتوق إلى لا ينجح الأمر أو اتضح أن الأمر كان بصعوب أكبر بكثير مما يمكن أن يحدث لكن اكتلح بيدك تبصق تنس تبدأ في الظهور لأن التدخل الواعي قد توقف أو انخفض ويمكن للعقل اللاوعي أن يبدأ أخيرا في العمل أن تشجع على نسيان اقتراحاتك بكل طريقة ممكنة حتى تبدأ في العمل في أسرى وقت ممكن هذا أولا وثانيا إذا لجأ شخص بناء على طلبك إلى شيء ما في ذاكرته ولم يجعل الفور ما يبحث عنه فهو في حال نشو طوال فترة البحث اطلب من العمل أن يتذكر كيف ناقشت معه موضوعا كذا وكذا وتذكر ما هي الاستنتاجات التي توصلت إليها بعد ذلك بطبيعة الحال لم تكن هناك مثل هذه الحلق لكن تعبير وجهك ونبرى صوتك يجب أن تكون مقنعة تماما ثم يتوهم العمل أنه كان هناك شيئا ما لكنه لا يتذكره بأي شكل من أشكال بينما هو في نشو تم إنشاؤها بهذه الطريق يمكنك المطالبة التذكير أي تقديم اقتراحاتك العمل في حال نشو تقترح كل شيء تقني وإن الخارج هلقى عشوائي من المحادثة لقد سألت ونسي وأن تحاول التذكير بسيط وأنيق نقطة هل تذكر لقد ناقشنا معك ذات مرة أين من الأفضل الاسترخاء هل قلت شيئا آخر عن البحر أو المحيط على عشاء نقطة وأين استرتح آخر مرة إلى أين ذهبت الصيف الماضي ولتفاجأ إذا اقترح عليك شخص ما بعد خمس عشر دقيقة الخروج لتناول العشاء وهو أمر ملائم بينما يتذكر شخص المنسي فإنه يصرف انتباهه أيضا عما يفعله الساحر والساحر في تلك اللحظة لا ينصب اهتمامه على الآخر بل على الماضي إلا أن العميل في حال نشو وبالتالي لديك وقت لتغيير شيء ما أو تغييره أو تصحيحه في الوسائط الخارجية لعملية السحري بحيث تنتبه لاحقا عن طريق الخطأ إلى المحاذاة الناجحة بشالمدر ماذا قلت كان حبيبك؟ لقد ذكرت شيئا عن الحب الأول ما اسمه وبينما تتسال من خلال ذاكرتها تقترب بهدوم خريطة تغييرات ومع ذلك ليس من الضروري تقليد النسيان بطلب تذكر شيء لم يكن موجودا في أي لحظة من الوقت عندما تدعو شخصا لتذكر شيء ما طوال الوقت بينما يتذكر بينما هو في مكاننا هناك في أعمق ذاكرته يكون شخفي حال نشوة بسأل مجمة كيف كان شكل الحب الأول؟ مجمة ما هو إس المربي في روض الأطفال أو المعلمة الأول؟ مجمة ديكماتي مجمة كم كان عمره عندما؟ مجمة متى جانت آخر مرة قنت في أعمق نشو؟ بينما يتذكر شخص فهو موجود بالفعل مجمة أو كيف سيكون الحال لو قنت هناك؟ الذكريات الخيالية مفيدة لنا أيضا أي لا؟ إلى الذكريات التسهيلات هدفنا لأغراض النشوة الفردي يمكنك استخدام فقدان الذاكرة بنجاح في كل من الإعداد السخري الرسمي تماما وبعد أن تخرج بالفعل من سوبة الخصة بك وتضع مكنستك في الزاوي عزيزي أين وضعت حرمتي أمس؟ بينما يفهم ما هو على المحك وقك من الضروري أن يبتكر شخص ما شيئا يصعب عليه من ناحي أن يتذكره ومن ناحي أخرى يجب أن يشعر بالقوة لتذكره وبعد ذلك سيقول على الفور لا أنا لا أتذكر كل النشوة في البلوة أتذكر لكني نسيت الآن أنت بحاجة للقبض على مثل هذه الحال في مكاننا الآن في مكاننا هنا أعرف ريك بريك بريشك لا بطريقنا في هذه الأثناء شخص ما يبحث لأن تعمق الغيبوب التذكر أسهل والعودة إلى هذا الموقف وتذكر نفسك عقليا هناك ثم عينة مغمضتين ويمكنك الاسترخاء لأن الاسترخاء عادا يساهم في التذكر نقطة هلوس؟ هل أنت فسي ليس الجميل؟ لا أنا أبيض حر هذه حكاية لا تخاف سغر فقط ما تريد والهلس بمعنى الهذيان الارتعاشي التي تسببها الأدوية المختلف لا تهمنا أيضا نحن نتحدث عن الخيال إن البر الكلاسيكي تخيل نفسك هنا في المستقبل نقطة لكي يتخيش شيئا ويرى شيئا ما عليه أن يدخل تلقائيا في حال نشو هناك شوك هنا انظر إليها من فضلك أو هل تسمع؟ في مكان يوجد موسيق يبدأ الشخص في الاستماع وربما يبدأ في سمع شيما في نفس الوقت يغرق في نشو من فضلك تخيل نفسك على شاط البحر الآن استمع إلى صوت الأمواج صرخ طيور النورس تشعر ببث الرياح نقطة ما لون البحر الآن؟ هل أمواج كبيرة أم هادئ؟ هل توجد غيوم؟ لا يمكن أن تكون الهلوسة إيجابية فقط عندما يرى الشخص ويسمع ويشعر ويشم وهو ليس كذلك ولكن أيضا سلبية عندما لا يلاحظ ما هو هل صادفت؟ أيها القار أن تشاهد سطح مكتب مليئا بالأشياء؟ عندما تعرف بالتأكيد أنه في مكاننا هنا يكمن ما تبحث عنه لكنك تنظر ولا تر ثم يأتي شخصا ويجد فيه المكان الأكثر وضوحا نعم أورمش نفسك واون معجزة ها هو؟ تراه مرة أخرى إذا سبق لت أن بحثت عن نظارات معلقة على جبهتك أو مفاتيح في يدك فأنت على دراية بظاهر الهلوسة السلبي على مستوى الأسرة يتم هذا كإلهاء صرف انتباه الشخ عن حقائق الحياة والآن لم يعد هناك من أجله يعتقد بعض المنومين أنه يكفي أن تطلب من الشخ أن يتخيل شيئا ما فيقع تلقائيا في نشوة إذا طلبت من شخص ما أن يتخيل أن لديه زوجي بارد في يده فلكي تتخيل هذا على أقل بوضوح نوعا ما سواء أعجبك ذلك أم لا يجب أن يصرف انتباهه عن الواقع المحيط لحظي إذا كنت بالتجربة ستجد العديد من الطرق لإبعاد المحاور على عالم المتصور بشكل باشر الشاي الرئيسي تذكر أنه ممكن ومتوفر في الحياة اليومية استخدمه الشعور بلون شاكرة التمرين 22 اجلس أو استلقي في وضع مريح لك اسمح لنفسك بالاسترخاء والتنفس ببطوة بشكل متساو اسمح لعقلك التركيز على شقرا الجفر ثم اسمح لنفسك بمشاهدة الصورة على شاشتك الداخلي لا توقع أن يكون اللون أحمر يمكن أن يكون لها أي ظل آخر يمكن أن يكون داكنا أو ضبابيا أو شاحبا تماما قد يأخذ شكل بقعة أو دائرة غير مستوي اشفي نفسك موسكو 2002 صاد 94 شكراس متوازن تمرين 24 اجعل شريكك يجلس بشكل مريح ويسترخي ويتنفس بشكل متساو النتذاهي لتدفق الضو الأبيض الشفاف من خلال تاج شقرا ومن خلال جميع الشاكرات الرئيسية الأخرى موازنة النظام طفع على جانب واحد من شريكك وارفع ذراعك فوق رأسه بحيث تكون راحة اليد متجهة للداخل ابقى ذراعك متباعدتين بعرض الكتفين اطلب توجيه الضو الأبيض نقي للطاقة الروحية إلى شريكك اجمع يديك معا ببط حتى يبتعدان عن رأس شريكك بحوالي 2 إلى 5 سمت مترات لكن دون أن تلمسه ابقى يديك على هذه المسافة من جسدي طوال الجلسة قد تشعر بظهور الضو كإحساس واخز في راحة يديك سلشيكك عما إذا كان بإمكانهم الشعوب الطاقة تغرق ببط في تاج ياجهم حركي يديك ببطء سلاسح شاكرا على مستوى الحاجلين اسأل شريكك عما إذا كان يشعر بأي تغيرات من الضوء الذي يمر من خلاله قد يكون هناك شعور بالمقاومة على الأرجح هو انسداد الطاق إذا وجدت مثل هذا الانسداد اطلب من شريكك مسح الممر والسماح بمرور الضوء لا تتسرع في هذا الموضوع حرك يديك على جانبي جسم شريكك وتخيل الضوء الذي يمر عبر كل شقرة بدوره تأكل من عدم وجود مقاومة في كل مرة إذا وجدت واحد اطلب من شريكك مرة أخرى تحرير الممر والسماح للضوء بالمرور شفى نفسك موسكو 2002 شيء عن إحداث نشوة من خلال جس لقد بحثنا حتى الآن في طرق للحث على نشوة في المحادثة الآن نود أن نقترح عليك أيضا استخدام جسد العميل للانغماس بشك أعمق وأسرع في نشوة لأن الكثير إن لم يكن كل المعجزات والشفى والتغييرات الرائعة نتيجة العمل مع العميل في حال النشوة هذه نضع في اعتبارنا حال الغيبوبة للعميل لكن من قال إن المعالج نفسي أفسه ليس فيها أثناء لحظات الطقوس حسن عفوا شامان شامان حسن كما تقول مستشار أعمال بغضب أن نرى أن تفاصيل الطقوس يحتاج المحتر في مجالنا إلى تلك الحالة الخاص جيد من العميل عندما يوكلك قول انهض وانطلق وسيذهب والعميل بالطبع نحن لسنا آله ونحن لا ننجح عليك أن تعمل وتجهد براعتك من أجل إخفاء تحريض النشوة في إجراءات سحرية غامض لأن الأمر يستحق ذلك هنا سوف نقدم لك بعض الطرق النقية للحث على الغيبوب وستقوم أن القار برن كل التجاوزات لتسهيل الأمر تدرر أولاً على إيجاد عناصر تحريض النشوة في الإجراءات السحرية المعترف بها عموماً على أي حال فإن الهدف من مثل هذه المنورات هو واحد من حالتين للعميلة عندما نجمة هو ثابت على شيء موضوع أو موضوع فكرة أو لا يفكر في أي شيء محدد ولا ينظر إلى أي شيء المظهر غير مركز نجمة مسترخي عضلياً أو على العكس من ذلك في نبرة مفرطة متحمس نجمة يتم إبطال حركات إلى درجة تلاشي أو على العكس من ذلك يتم إبطال مفعولها وغير ضرورية نجمة يتباطى التنفس أو يتسارع بالمقارنة مع المعتاد ويصبح إما عميقاً أو سطحياً بشكل واضح نجمة أهم من ذلك أن العامل يدرك بشكل غير نقدي أن تصريحاتك ليست الأكثر منطقي لتتبع هذا الأخير يجب أن تكون على دراية بأن أطروحاتك لا أساس لها من الصح إذا فقط انتقادك لنفسك سينتهي هذا الهراء أنت لحاجة إلى أن تقدم للمستهلك جهودك السحرية ليس فكرة صحيح من يدري الفكرة الصحيح ولكن فكرة مفيد فكرة ستكون مفيد جيد للعميل إذا كنت تخبر الثروات بشكل احترافي أي من أجل المال والطلب شد عضلي الأحمد ديناميكية في ظل اقتراح جيد تعطي نتائج ممتاز هل القيام بتمر نضق أو القرفصاء أو الجل أو القف عند الحد من قدرتك ومراقبة حالتك هل يد الأمر وكأنه نشوة الجل والقفص وأي نشاط بدني شق هو الأدى المفضل للساحر والمعالج حال القيام بتمر شقة بدنية أو متعبة مع الحفاظ على التحكم الواعي لتبدو جميل على سبيل المثال عد يتم ارتسال القليل هناك أيضا رياح ثاني عندما يتم إيقاف التحكم الواعي تماما ويتولى لوعي كل قياد الأفعال تأمل من دله المرحلة الأول خمس عشر دقيقة مع فتح عينك قم بالرقب في مكان واحد وابدأ ببطوة تدريجيا ارفع ركبتك إلى أعلى مستوى المنط المرحلة الثاني خمس عشر دقيقة اجلس مع فتح عينك وفمك مفتوحا ومرتاحا قم بتدوير الجزء العلوي من جسمك من الخصر برفق مثل قصبة تتمايل في مهب الريح المرحلة الثالث خمس عشر دقيقة استلقي على ظهرك وافتح عينيك وقم بتدوير عينيك في اتجاه عقارب الساعة دون تحريك راسك دعهم يدرون تماما في تجويف العين كما لو كنت تتبع أقرب الساعة الثاني لساعة عملاق ولكن بأسرع ما يمكن من المهم أن يظل ألفا مفتوحا وأن يكون الفك مسترخيا وأن يتنفس برفق واحد المرحلة الرابعة خمس عشر دقيقة كنا ساكنا تماما خارجيا وداخليا أوشو كتاب برتقالي استرخال عضلت الجامي الآخر من التوتر هو استرخال عضلت الجوهر بسيط وواضح تطلب من عميلك إرخال عضلت باستمرار أو تخلق وضعا يجبر فيه على فعل ذلك لست بحاجة إلى معرفة علم التشريح لهذا يمكنك للطبع معرفة أن الوركين يختلفين عن الظور أو ثلاثية الرؤوس لكن هذا ليس مهما يكفي أن تعرف بغى كلمات تسترفي ساقك اليمن ويدك اليسرى ترتفع درج حرارتها الشعور الشخصي بالدفء هو علامة فيسيولوجية على الاسترخاء البرد هو زيادة قوى العضلت البطن والصد استرخاء والرقب والوجه والتنفس حتى الاسترخاء هل مجرًا؟ ويمكن أن يكون الأمر أكثر بساط الجن مسترخي والتنفس متساو الشخص نفسه سوف يكتشف أين لديه ماذا يمكنك أن تطلب من شخص ما الاسترخاء أو يمكنك إن شاء سياق يحدث فيه هذا من تلقاء نفسه على سبيل المثال الاستلقاء على الماء والتدليك ولمسات خفيفة سريعة على الجسم على سبيل المثال في الأسليب الموجهة للجسم سواء كنت تقدم ظروفا مباشرة أو تخلق الظروف فإن الشيء الرئيسي هو أنه عندما يكون شخص مسترخيا يكون في حال نشوه وهو ما كان المطلوب علاوة على ذلك فإن قوى الاسترخاء وعمق النشوة متناسبان عند استرخاء الشخص إنه في نشوة أسهل طريقة هي أن تتعب الشخ أولا ثم تضعه في وضع مناسب للاسترخاء في غضون خمس دقائق يكون الشخ نفسه في حال نشوة ويمكنك أن تقول ما تريد الشخص المتعب مؤثر للغاية الشخص المتعب فهو لا يصل إلى مستوى فلسفتك لذلك ينظر إلى الكلمات بشكل غير نقدي وهو أمر مطلوب الطعام الجيد هو أيضا وسيلة لدفع الشخ للإسترخاء فلدي عضمة أو الجسل جيد تخدير ما هو التخدير بمعناه اليومي؟ لا خسارة كاملة لإحساس يدفي فقط أن يصرف الانتباع عن أحسيس معينة والآن لم يعود هناك شخص ما تذكر هنا أنت تفعل شيئا بحماس وعندها فقط تلاحظ أن كتفك خضرت أو أن ساقط قد قضت وقتا طويلا لكن هذا لاحقا كم الوط جرسة دون أن تلاحظ ذلك فيما يتعلق بأحسيسك في كتفك وساقك كنت في حالة متغيرة من الوعي مشتة أي شخص كان جالسا أمام الكمبيوتر أو يشاهد التلفاز لفترة طويل ثم لاحظ أن ظهره كان مخدرا فهو على دراية بظاهر التخدير اليومي من الممكن إحدى التخدير مع فقدان الحساسية بطريقة عشوائي أسهل طريقة لتجربة ذلك هي الجلوس على قدمك والجلوس لفترة طويل خير أسك يمكنك حتى لمسها ما زالت لا تشعر بأي شيء يمكنك حتى أسهل لمحاكاة الخضر يكفي فقط إصلاح جزء من الجسم على سبيل المثال يد على الرقبة وتثبيتها في هذا الوضع لعدة دقائق إذا أغمضت عينك بعد ذلك فستجد أنه لا يمكنك أن تعرف على وجه اليقين ما هو الخطأ في يدك صحيح في البداية خاف الكثيرون ويحاولون إعادة الإحساس على الفور عن طريق تحريك أيديهم ولكن إذا لم يتم ذلك فسوف تتعمق حال النشو ما هي الآثار العملية؟ قدم للعميل تقوسا أو أخرى تتطلت جمودا تانا أو جزئيا ثم حول انتداهه إلى شيء آخر وها هو نشو ممكن احدث انخفاض في الحساسي والتعود على أحسيس معينة بما في ذلك الأحسي المؤلم بسب نفذ بداية تلقائية لحالة الغيبوب كما تعلم هذه هي الطريقة التي تقوم بها بعض الأجهزة الموسيقية الذكي بضب مستوى صوت المقطوعة الموسيقية بحيث لا تبرز من الخلفية العام يغير التلميذ البشري حجمه بحيث لا يدخل الكثير من الضوء وبنفس الطريق فإن الإحساس الحد في البداية ما لم تكن إشارة خطر يتلفد ريجيا ويتلاش كما لو أن شخصا ما بالداخل يقوم بفك منظم الحساسي من أجل أن يصبح هذا التغيير ذاتي في شدة الإحساس ممكنا فإن الكائن الحي نفسه يتسبب في نشوة ليست عميق لكنها كافية لتثبيق الإدراك الواعي للألم والسمع للوعي بالاستمرار في أدى وظيفته في البحث والمراقبة دون تشتيت انتباهي بما هو معروف بالفعل إذا تذكرت نفسك للحظات عندما كنت تتألم بشدة لبعض الوقت فسوف تتعرف على حال الغيبوب حال يكون فيها الواقع قليل الأهمي والأفكار حول الوقت مشوها إلى حد كبير والتأرجو الإيقاعي منطر للجسم كلهموم ويلقي بالواحد في الحرار ثم في البرود في المواقف الحرج هذه حالة ما قبل الإغماء أو العكس هيستيريا حم عم بالتأكيد لا يوجد وقت للتحليل المنطقي هناك العليب من طقوس تنشئ والطقوس لطرد أنواع مختلفة من الأرواح الشريرة من الجن عن طريق الحرق أو القطع والعصر حسن لن نجرب عمائنا إلى هذا الحد مثل هذا العق من النشوة وحتى الأعمق يمكن تحقيقه بسهولة بوسائل أكثر إنساني يمكن استخدام ظاهر ظهور النشوة مع بداية الألم للحث على نشوة أولي تحقق على سبيل مثال إذا ضغطت بإصبعك لقو فهذا يولمك في البداية ثم يبدأ الألم بالتدريج وعندما يبدأ الألم في التلاشي تبدأ نشوة تضغط بنفس القوة ويختفي الألم تدريجيا يتم استخدام الإصبع بالمناسبة هناك خدر طفيف جرب جسدت من أجل الانتباه إلى بعض الأوضاع وهي الأوضاع التي يحدث فيها نشوة عفوية بسرة في البداية كانوا غير متحين وبعد ذلك بطريق أو بأخرى لا شيء بالفعل يمكنك قراءة كتاب يوجع كاتلة بسي الصيام تذكر كنا أن تباطو الحركات إلى درجة تجمد هو أحد أكثر علامات موفقية لنشوة قادم لذلك فهي تعمل أيضا في الاتجاه المعاكس أوسطة الحركات البطيئة جدا المقاسة على وشف التلاشي توفر حال نشوة بالمناسبة الحركات الإيقاعية المتكرر حتى لو لم تكن بطيئة جدا هي أيضا طريقة جيدة للحث على النشوة فقط مختلف قليلا تذكر الهزر الشماني والرقصات المستديرة والحركات الدائرية التقصية النظر إلى شمال فترة طويل حريق مياه جاري السماء المتغير الهال كرات الطاق حلقة لامعة أو بروش إلخ كل أنواع المواقف ثابت الوقوف التجميد لعدة دقائق كل هذه هي طرق تسبب النشوة التعصفي ونتيجة لذلك نشوه في التنوي المغناطيسي الكلاسيكي يعتبر أن عس التجميد أكثر خطور حيث يمكن أن ينثني جسم الشخص مثل شكل الشم بغض النظر عن مدى تعقيد الموقف يمكن الشخص المنوم جيدا الاحتفاظ به لفترة كافية دون بذل مجهود وإجهاد واضحين هذه بالطبع ظاهرة مثيرة للاهتمام ولكن يمكننا بسهولة تجاوز مظاهرها المعتدل ربما تتمتع اليوغى بالأولوية في هذا النوع من الرتوش لإحداث نشوة لكن الممارسات الروحية الأخرى ليست بعيدة عن الركب أي طقوس تتطلد منك البقى ساكنا أو الاحتفاظ بشيء في نفس الوضع مثل مدفع رشاف الخدمة أو منشفة عند المذبح يساهم في إنشاء حالة مناسبة طريقة أخرى معروفة للحث على التلاشي هي تسر النمط القديم الجيد ربما لحظت أنه إذا تمدد شخص من أجل شيما وتم استدعائه في منطف الحرك فهل يظل غالبا في نفس الوضع ويمكنه التحدث لفترة طويل وستتدل يده في الهواء وهذا لا يسبب الكثير من توتر العضلات في مرحلة ما قد يلاحظ أن اليد لا تزال في الوزن وتستمر في الحرك أو وهو ما يحدث أيضا ارجع إلى الوضع الأصلي دون أن تفعل ما تريد فقدان الذاكر أو يبدأ أحدهم بالجلوس فجأ فاش كجند في وضع نصف الانكماش جن في حال من الانكماش لتدع الأمر طويلا لكن يكفي كلمتين أو ثلاث طريقة الكلاسية للحث على النبض الحفاظي هي إعطاء التعليمات التالية واحد نقطة ارفع ذراعا واحد يديك مثنيا عند الكوع لا احتفظ بأي شي فيه اثنان نقطة استرخى الفرشة ثلاث نقطة واثر على المنصب الذي يبدو أنك تشغله فيه لكن يبدو أنك لا تحتفظ به يبدو أنها تتشبث بمفردها أربع نقطة يمكنك تحريكها قليلا وستعود إلى وضع مريح لها خمسة نقطة عندما تجد هذا الموقف استمع إلى مشاعرك في هذه اللحظة تتغير حال الوعي لاح كيف يتغير تصور العالم تتغير أصوات حولها وتتغير أحسس في أليد نفسها بالنسبة للبعض يصبح الجو أكثر برود بالنسبة لشخص ما يصبح أكثر دفئا بالنسبة لشخص ما يكون هناك إحساء خفيف بالوخص أو يصبح مثل الصوف القطني ربما الرؤية تتغير يبدو أحيانا أنه أفتح في الوسط وأغمق عند الحوث من أجل التغيير الدولة البشري لا يحتاج إلى الكثير الآن خذها بعيدا صفح يدك فقط ولاحظ السرعة التي تعود بها إلى ما كانت عليه من قبل هذا هو حال الانتقال مرة أخرى دولة أخرى في بعض الأحيان تظهر أفكار جديد من المميزات أنه في معظم الحالات عندما تتغير حال الوعي يتغير الإدراق أيضا وأثناء الانتقال إلى الوراء يمكن لمعظم أن نصفق التذكر ما كان هناك هناك تقريبا خاصة إذا تم تشديد انتلاهك على الفور بسبب شيء آخر سيتمكن حوالي النص من تذكر ما قم تتحدث عنه حتى أن عددا أقل من أننا سيكون قادرا على تذكر أي منكم قال ماذا ولن يتذكر أحد تقريبا الكلمات التي توقفت من قبل وأي الكلمات تم التشديد عليها والكلمات التي كانت وراءها هذا هو الغرب من تغيير صغير الدولة نظرا لأن معظم المعلومات الموحي التي نسميها اقتراحات أو أوامر تمر بدقة من خلال اختيار الكلمات الفردي والتركيز على بعض الكلمات واختيار الكلمات نفسها وترتيبها ووجود فترات توقف بين الكلمات يبدو من المستحيل تقريبا نيدرك جوهر الاقتراح في الإدراق المتأخر هذا ممكن من الناحية النظري لننا مهتمون بالممارسة حسن حسن لكن كيف؟ بعيون صافي أن تقدم للشخص أن يتجمد أو يتحرك حسن ببط شديد أطيرك تساعد في هذا يمكنك الخروج بأي هراء لجعل الشخ يتجمد تجميد أشعر بالتيارات أمسك يدي هل تشعر بالتيارات؟ نقطة لا تتحرك ينبع تيار طاقة من يدي هل تشعر أن عينك الثالث تبدأ في الانفتاح؟ الآن سأبدأ في تحريك يدي قليلا حرك رأسك بيدي احرس ركز ما هو شعرك؟ من الضروري صالة مثل هذه الصورة للعالم الذي سيصبح فيه كل هذا طبيعيا من المهم يظهر ايديولوجيا العملية يمكنك وضع أي شخص في أي موقف غير مريح ولكن إذا قدمت دعما ايديولوجيا فسيصبح ذلك شفاء له لماذا من الضروري الجلوس في هذا الموقف الغريب؟ بحيث تتدفأ الطاقة على طول خطوط الطول الزوال الكبدة شيء مهم جدا تدفق الطاقة هناك فقط إذا جلست هكذا هناك كتاب فضولي خوص لآل تبي احتوي على مجموعة من خمسة مارين لن ينحني أي شخص في عقله الصحيح وذاكرته القوية بهذا الشل ولكن إذا قرأت الأساث المنطقي فيمكنك حينئذ التدوير قال أحد مدربي لوشو المشهورين عندما نظر إلى هذه التدريبات إنه من وجهة نظر لوشو يجب أن لا تفعل هذا أبدا وشرح سبب استحال ذلك أخبر نظرية أخرى ما هو مهم بالنسبة لنا هو أن كلاهما يساعد الجوهر الرئيسي كالعادة هو في الإيحاء وبشكل أكثر دقة في التنوين المغناطيسي الذاتي قل أنا لا أفعل ذلك تماما مثل هذا ولكن حتى تدفأ الطاقة إلى خط الزوال العسعسي من العين ثالث نظرا لأن مؤدي الطقوس يفكر على الأقل في مثل هذا التنوين المغناطيسي الذاتي أو حتى يكرره مثل المترة أثناء تجربة النشوة التي يوفرها الموقف فإن كل شيء يعمل بشت جيد قدر الإمكان بالإضافة إلى ذلك تتطور المرونة وتصبح العضلة أقوى كلنا نفعل شيئا بناء على سياق العالم من حولنا كما نتخيله ونحن جميعا قادرون على الكثير من الأشياء بما في ذلك ما هو غير انطقي بما في ذلك السي والصالح إذا اعتقدنا أنه ضروري تجربة ميلجرام شهير التي عذب خلالها أشخاص عاديون تماما بتعبير أدق اعتقدوا أنهم عذبوا أشخاص عاديين آخرين بالتيار الكهربائي توضح بوضوح فكرة الحدود الواسعة لما هو مقبول بالنسبة للأشخاص العاديين كان المشاركون في التجربة بتوجيه من المجرب الذي يعرف ما يفعله على استعداد لزيادة الجهد إلى ما لا نهاية تقريبا على الرغم أنهم توقعوا أن هذا غير آمن على الأقل وسمعوا صراخت تتوسل إليهم لوقف التعذيد أخبر الشخص أظهر اشرح لماذا من أصوى باتخاذ هذا الوضع أو ذاك أعرض صورة لشخص لم يجلس في هذا الوضع هنا الوجه السعيد لرجل يلف نفسه هكذا كل يوم والآن قرر بنفسك الآن ستفعل ذلك أو بعد ذلك بقليل عندما تذهب في الأماكن نقطة أحد معارفنا هو مصح حيوي إنها تحذر دائما بوضوح شديد وثق لكي يكون كل شيء على نيران عليك أن تجلس بشك صحيح بظهر مستقيم وسيقا طوي أسفل كرسي ويديك خلف رأسك ظهرك متوتر قليلا حال أن تجلس هكذا لمدة ثلاث دقائق تقريبا ستشعر كيف يطفو وعيك ولن تضطر إلى قول أي شيء على وجه التحديد لهذا الغرض وبعد ذلك بينما يحافظ الناس على الوضع تخبرهم بكل ما تريده بشان تحسينهم يعتقد الناس أن وضعيتهم تشفي والحمد لله وبما أنهم يجلسون فيه مؤمنين أي وضع معنا التنويل المغناطيسي الذاتي فإنه يشفيهم تم شرحها أيضا اجلس في وضع وستكون بخير الوضع هو نشوة في التنويل الإحائي الكلاسيكي لا ينتج أن عاسي الحفاظي عن أطلت فحسب بل أيضا من قبل الشخ نفسه هناك ثلاث طرق يتم استخدامها اعتمادا على نوع النشوة التي يمر بها العميل حاليا من المهم أن تتدل يد العميل لثارة من الوقت بعد هذه التلاعبات وإذا هنا الشخ مرتاحا فكل شيء على نيران يمكنك بالفعل الهام مع كاتل جبسي لا تنغمس في جمع الأحوال نفترض أن يد العميل على الركب إذا لم يكن هناك حسن فقط المكان الذي تأخذه من التغييرات واحد نقطة تأخذ يده بيد والأخرى تضغط بمرفقه على جسده وتصلحها وتتركها هكذا وبينما يتم إنزالية في حركة غير وعية صادق يمكنك أن تشعر كيف تتحسن الحال اثنان نقطة ضع يدك فوق يده باستخدام إبهامك وأسبوعك الصغير خذ الرس واستخدام الثلاثة المتبقي اضغط على اليد حتى الركب وهكذا تضغط في مكان وترفع في مكان آخر اضطح توترها الخص في اليد مما يسهل وضعها في كاتل جبسي ثلاثة نقطة طريقة الأكثر لطفاً أن تأخذ يدك بحر من معصمك بعد أن حذرت سابقاً أن تستفعل ذلك يمكنك تحريكه في الهوى برفق لفترة من الوقت مع تحريك أصابعك قليلاً في الواقع لدينا بالفعل في هذا الوقت نوب قلبي لأن اليد منسك بالفعل من تلقى نفسها يعتقد الشخص فقط أننا نحملها لأنه يشعر باللمس في مرحلة ما ليس من الواضح ما خص بالنسبة للشخص إذا تمكن من إغلاق عينيه تلمس يده أقل وأقل وإذا قم قبل أن تتخلى عنه تماماً بسحبه للأعلى قليلاً يمكنك الانتقال إلى رفع بحيث ترتفع الذراع من تلقى نفسها يرجى ملاحظة أنه بمجرد أن تأخذ الشخص من يده فإن نظرته ثابت في هذه المرحلة يكون شخص في حال نشو بالفعل هذا من حيث الجوهر يؤدي بالفعل إلى نشوة وإن لم تكن عميقة جداً ولكن من المهم أن نفهم هذا لأنك من الآن فصاعداً لا تحفز بل تعمق واحد موجود ويمكنك التحدث مياه الشح تمرين 74 إذا كنت بحاجة إلى مشروب علاجي إلا كوباً بالماء من الناحية المثالي يجب أن تكون هذه المياه نظيفة من المصدر وعراح يدك فوقه على مسافة من 2 إلى 5 سم من الصخ ما هو شعورك؟ اطل الطاقة الشفاء لتوجيهها إلى الماء يمكنك أن تشعر بهذه الطاقة تدفق من فلالك إذا غهى وخز في راح يده فاحتفظ به في نفس الوى حتى يتوقف أن تشحن الماء بعد أن تشحن الماء اشربه ببطء تخيل أن تشرب ضوءاً شافياً في رشفة صغير لحظة انطباعاتك ربما تلاحظ لوناً معيناً في الماء تغيراً في المذا شفى نفسه موسكو 2002 القاعدة الصحية الثاني وسادة صلب تستلقي بشل مسطح وتضع رقبتك على الوسادة بحيث ترتكس فغرات عنوء الرحم الثالث والرابع عليها حرفياً أي شخص لم يعتد على مثل هذه الوسادة سوف يعاني من الألم في هذه الحال يمكنك وضع من شفة أو قطع من القمش الناعم عليها ولكن لا بد من خلع هذا القمش من حين لآخر ومحاولة التعود تدريجياً على وسادة متين وهكذا بعد فترة تعتق عليها وتنام براحة دون أي منعم من الأفضل وضع مثل هذه الوسادة تحلى الرقب بيديك بحيث تستقر عليها ثلاثة وأربع فقرات عنق الراحم يجب أن تستلقي على ظهرك أولاً أضطي وضع الرقب بيديك وبعد الكفد هكذا من أجل حوالي خمس دقائق اضحف عن وضع مريح سكون مناسباً لك لقد ثبت عيمياً أن الحاج الأنفي هو مصدر لتحفيز العمل الإنعكاسي للأعضاء الداخلي يركز على مراكز ردود الفعل مختلف لهذا السبب في لال الأيام الخمسة الأولى أو حتى ثلاثة أسابيع من بداية استخدام الوسادة الصلب يظهر الألن أو يتم تخدير مؤخرة الرقب تكون الأحلام أكثر شيوان لكن هذا ظف لا ينبغي أن يزيجك من المهم جداً الاستمرار في استخدام الوسادة الملفوفة حتى يتم التغلب على هذه المضايقة قد يختفي التسرب والألم عاجلاً إذا مرست تمرين السمك الذهبي عندما ننى على وسائد ناعم وكبير نثني عنقنا كثيراً بحيث يصعب التنفس ونعتاد على العلش مع أفواه نفتوح يسبب هذا أمراضاً في اللوزتين والحنجرة والقصبة الهوائية ثم القصبة الهوائي يؤدي إنما على سرير ناعم للغاية مع وسادة لأسفل إلى تدفئ العمود الفقري تدريجياً لدرجة أنه من أجل الراحة يتم التخلص من الوسادة أحياناً ويتدلر فوق السرير هذا يؤدي إلى نتائج كارثي مايا جوجولان قوانين الصح موسكو الرياضة الصوفيتي 1998 صاد 24 استرفاع هذه الكلمة الغامضة والصوفية تسمى فقط حركة لا إرادي بما في ذلك التشنجات والاضطرابات الصغير الأصابع على سبيل المثال في التنوي المغناطيسي الكلاسيكي يطلق على ارتفاعات اليدين والرأس حركات بطيئة ومنفصل سواء كانت فوضوية أو موجهة على سبيل المثال رفع يدك من الرقب أو هز رأسك وكالعادة لا يتعين علينا أن نص إلى مثل هذه الدول أي حركة لا إرادية أو حتى غير إرادية تناسبنا تماما ربما لحظت أنك في بعض الأحيان تهز ساقط بالتساوي أو تنقر بأصابعك على الطاول أو تلف قلما في يديك أو تفرز شيئا ما مثال كلاسيكي تمسك بخاتم على خيط يتأرجح أو يدور على الرغم أنك لا تفعل شيئا فأنت لا تحرك يدك عن قصد باختصار فإن كلمة ارتفاع هنا لا علاقة لها عمليا بالرحلات الجوي ارتفاع ليس بالضرورة أن يصل إنه في أي اتجاه كما أن التأرجع الإقاعية الخفيف للجسم والساقين من أنفل التحليق هناك ارتفاع في اليد لأسفل من النفاس خفض تدريجي لا إرادية أفضلنا في الأمر هو أن تكون العيون غلقة وإلا فإن الشخ يبدأ تلقائيا في التحكم في الحرك ويختفي لا إرادية الشيء الرئيسي هو المساعدة وأي نوع من التبرى الأيديولوجي لهذه العملية سوف توصلون إليه كالعادة هذا هو الشيء العاشر بالفعل وعندما يقولون أثناء رفع ترتفع الذراع لأن أطاقة غلفق وكرات البرانة تحتلئ بالترفعها في سبيل الله الشيء الرئيسي هو النهوب من المهم بالنسبة لنا بعد كل شيء ولا حتى ما يحدث لليد هناك الشيء الرئيسي هو أن العمل يدخل في نشوة بينما يبحث عن كل هذه الكرات تحت رعي سيكون ذلك جيدا وسنضيف الباقي التحفيز والاتفاع هما أمران متشابهان جدا وعاد ما يتم اعتبارهما معا لأن التحليق يبدأ عاد بالانتفاخ ويحدث التلاشي غالبا أثناء عملية التحليق علق يديك يديك في الهوى أمامك مثميا عند الكوع بحيث تدريل يديك كما لو كانت لوحدهما ليس عليك بذل أي جهد لإبقائهم في هذه الحال ابحث عن وظيفة لا يبدو أن تشغلها بنسك ويسمى أيضا وضع التوازن العضلي يمكنك ترك الأمر على هذا النحو لفترة طويل ولن يحدث شيء لن تسرب لن تتعب العضلة يمكنك أن تفعل ما تريد فقط تعلق يديك لذلك يمكنك تجربة أي يوز من الجسم لكن الإيرين هي الأسهل الحس بالطبع ليس غاية في حد ذاته مثل فقط أن تثير في معظم الناس بالمناسبة مع استرخال عضلة القوي لم يعد هذا ممكنا حسنا حسنا ثم تحصل على نشوة من خلال استرخاء في كاتل البيسي يتم تثبيت اليدين جيدا على نغم العضلة المعاكسة أي عندما تتوازل عضلة الواحدة والأخرى رفع وخفض بعضها البعض إذا كان شخ مرتاحا تماما فلن يحدث هذا فاليدين تسقطان يمكن الحصول عليها بسهولة من الرفع الناتج عن الانتفاخ فقد تخيى أن اليدين تبدأان في التقارب وتهمض عينك لفترة من الوقت حتى لا ترى يديك وتتحكم في حركتهما في اللحظة التي تلتقي فيها يديك تشعر بها يمكن للمرء أن يتخيل أن اليدين ترتفع قليلا وتصبح أخف وأعلى وتتبعد أو يرتفع حدهما ويهبط الآخر بمفردهم يمكنك المساعدة قليلا ادفع إلى حيث كانت هناك حركة بالفعل يحدث البط كما لو كان في الحمق في هذا الوقت يمكنك التفكير في شيء خاص بك ممتع يمكنك فقط مشاهدة الحركة اللا إرادية ليدك في هذا الوقت لاحظ التغيير في حال الوعي أن تدرك أن الشيء الرئيسي ليس أن يدك تجتمعان أو تنفصلان أو تسقطان أو ترتفعان ولكن في هذا الوقت هناك حالة من النشوة تعميقها تمرين الرفع ادفع يديك أمامك وعلقهم في حالة من الانتفاه وتركهم دون رقبة من المفترض أنه إذا تركت اليدين دون سيطر فبعد فترة من الوقت تبدأ الأصابع في الارتعاش قليلا قم بحركات صغيرة غير وعي وإذا اكتشفت حركة صغيرة بدأت بالفعل بشك طفيف حتى دون معرفة كيف ولا حتى عن طريق الجهد ولكن ببساطة عن طريق التفكير والرغب ادفع يدك إلى حيث ذهبت بالفعل بعد الإصبع ثم بعد فترة سيجد الأيدي تتحرك علاوة على ذلك ستكون حركة لن تعرفها حتى إما أن الأيدي نفسها هي التي تتحرك أو أنك من تحركهم أو هم الذين يتحركون وتدفعهم أو تدفعهم ويتحركون هذه حركات من ناحي لا يمكن التنبو بها بالنسبة لك من ناحية أخرى هذا هو نوع من النشج المثير الاهتمام للغاية ورقص الأيدي ومن ناحية ثالث يبدو أنت أنت نفسك ولكن يبدو أنه كونوا أيديهم بأنفسهم من المهم جدا التقاط أولى هزات خفيفة لا إرادية ودفعها الأيدي على وشك التحرك في مكان ما تخمن ذلك وتدفع هناك قليلا ثم تدأ اليدين في التحرك في مكان ما في الاتجاه الآخر وتدفعهم مرة أخرى قليلا بهذه الطريق يبدو أن تسمح لتلك الحركات الموجودة في الأيدي بالتعبير عن نفسها مما ينحها جهودا شبه طوعية وشبه غير إرادي وبعد اليدين يمكن أن تبدأ الذراعين في التحرك من القولك تقود الأصابع ثم اليدين ثم المرفقين والكتفين الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الأيدي خفيفة طوال هذا الوقت لأنها تبدو كأنها تتحرك من تلقى نفسها يمكنك أن تلاحظ أنه في مرحلة ما سيكون كافيا لك أن تفكر فقط في المكان الذي تريد توجيه حركة اليدين الخاصة بك إليه وسيبدأون تدريجيا في التحرك هناك بأنفسهم تتبع هذه اللحظة الأخرى الأيدي مرتخية لدرجة أنها لم تعد تسيطر عليها العضلات ولكن من ناحية أخرى لذلك في حالة جيدة لا يزال من الممكن تخمن الحركات الصغيرة ويمكن الإمساك بها ودفعها اتضح أنه يكفي تخيل موضع اليد الذي ستكون فيه بعد مرور بعض الوقت وبعد ذلك ستصل هي نفسها حسناً تقريباً نفسها إلى هذا الموضع يكفي أن نراقب مدى تعقيد تحرك اليد هناك يمكنك أن تتخيل كيف تتكشف الفرشة بحركة غير واعية طفيف ودفع قليلاً عندما تشعر بالفعل أن اليد تتحرك في مكان ما ادفع قليلاً حتى لا تفوت الحركة التالية في اللحظة التي تشعر فيها بحرك اليدين كما لو كانت لوحدها ولكن بمساعدتك عندما لا تعرف بالضبط إلى أين سيذهبون لكنك توقع بدقة مقدماً المكان الأخير الذي سيأتون فيه ستختبر التنوي المغلطيس استرافاع لحوة أن الحرف صغير لليدي تبدأ بالضبط في اللحظة التي تستنشق فيها يستنشق وتتحرك اليد الزفير واليد تتجمد يستنشق يتحرك مرة أخرى يمكنك الضحك عندما يكون الشخص عيداً فهذا جيد من الجنل أن يكون الإنسان سعيداً هذه التمرين تساعد على الاسترخا والبدفي لاستمتع بالحياة بالنسبة للأشخاص القلقين والمتحكمين قد يكون هذا صعباً في البداية يبدو أن شيئاً ما لا يعمل أو أن هناك شيئاً خاطئاً ولكن كلما زالت مثل هذه التمرين ستكون حالتة أكثر طبيعي وهذا يساعد على تهدئ واستقرار النفس يصبح الشصهادئاً مريحاً ومكزم في نفس الوق هادئاً عقلياً ما لا يجر في تجربة الساحر من الصعجداً إقناع العميل به لأنه إذا كنت لا تعرف ما هو شعورك فإن عدم ثقتك يمكن أن يظهر في صوتك على مستوى اللواعي سوف تلهم لكن تعتقد أن ذلك لن يحدث ولكن عندما تكون في حياتك في تجربتك فأنت تعلم أن الأمر كذلك وعقلك الواعي يعرف بالفعل كيف يفعل ذلك فأنت هادئ وتنتقل ثقتك إلى العميل وهو يعلم أيضاً أنه سينجح هذا بالطبع عن ظواهر منومة وليس حول الرؤى والاجتماعات شخصية مع ظل والد همد لعل أهم شيء بالنسبة للساحر هي حالته هذا ما يتم نقله وإذا هنا كل شيء على ما يرام مريح وممتع ومبهك وممتع فسيحصل العميل على فس الشيء إذا كنتم زعجاً فسيتم نقل هذا إلى العميل وإعادته إليك مرة أخرى لذلك من الأفضل أن تكون في حالة جيد مريح ممتع نالمفجداً الوصول إلى هنا والآن يطلق عليه أحياناً اسم صفر أو حالة عدم المعرفة أو ميركرك أعديد من أسماء الأيدي تتحرط فقط أنا أعيش العالم موجود كل شيء على ما يرام يمكن أن تتحرق اليدين لأعلى أو لأسفل أو جانبي أو جانبي انزل أو اسعد هذا يكفي لاحتياجاتنا وفي العديد من مدارس رقصية متحقيق نفس الحالات في الجن كله التي هم يتحرك جن من تلقى نفسه لأن الكتفين يمكن أن تبدأ في التحرق خلف الذراعين ما هو طيب ومتع ودع يديك تعود إلى الحالة التي أمامك وتخيى أن أحد الذراعين يصبح أفتح ويبدأ في الارتفاع لأعلى وأعلى ويصبح أفتح مع كل نفس قليلاً وانظر كيف يرتفع ببطء من تلقى نفسه تقريباً ويمكن أن تبدأ بالفعل في أنزول عندما تبدأ اليد الأخرى في الارتفاع كما لو أن تياراً من الهواء الدافي يرتفع من أسفل ويمكنك أن تشعر بهذا التدف أو كما لو أن بالوناً مليئاً بالغاز مربوط للمعصم مما يرفع اليد لأعلى أعلى 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 بينما اليد الأخرى تنخفض ببطء للبدء يكفي حتى بضعة سنتيمترات الشيء الرئيسي هو أن الأيدي يمكن أن تطير من تلقى نفسها من المهم جداً أن تشعر بالرضا حقاً جيد كل شيء حولك جيد أيضاً حقاً جيد يجد بعض النسى أنه من الأسهل القيام بذلك وأعينه مغلقة حتى لا ينظر إليهم في حركات اللين هناك شيء من حركة الريح، فرس، طيران، نعوم، خف إرشادت فائق الموفق بها في روسيا هل تعلم أن إذا جمعت يديك ببؤ ببؤ شديد مع راح يدك فحينئذ يكون هناك نوع من إحساس بينهما؟ قبض على هذا الشعور من لديه قرى، ولديه مجال مغنطيسي، ولديه عجات كرامية، ولديه معلومات طاق، ولديه مادة متناقضة كوني، ليس هو الهدف في ذكاللحظة عندما تلمس أغمض عينك وتخير أن هذا شيء من اليد إما ينفر أو العكس يجذب وانتظر بهدو حتى تتلاقى أو تتشتت قوى هذا الجاذبية أو يد التنافر وكالعادة في هذه اللحظة، راقد تغييرت في حال وعيك إذا بدأت الأيدي في الارتفاع أو السقوط أو التجمد في مكانها، أنت تفهم فكل شيء يناسبنا هذا هو السبب في أنها موفوقة للغاية لقد شعت بالفعل بشيء بين يديك حركات ارتجاف صغير، ليست سلس، لكنها كما كانت خطوة بخطوة هذه حركات غير وعي لا إرادي يطلق عليهم أحيانا حركات اللاوعي الصادق مهمتك كساحر هي أن تقترح على العميل أن يجد شيئا بين يديه ثم يقول شيئا مثل إذا كان لاوعي، شيء داخلي، الجوهر الحقيقي، إلخ، يريدك أن تدخل في نشوة حال خص، انسجام داخلي، الوحدة مع كرة بي أتشي، عندي هو ستجتمع الأيدي وإذا كان عقلك، الحكم الداخلي، النفس العميق، الجسد الكوني، جاهزا بالفعل لبدء عمليات التغيير والتحول، فإن الأيدي ستنفصل عن نفسها نقطة 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 إذا كنت أرغب في إيجاد حل لمشكلتك أشعر بالطاقة بين يديك، وبينما أقوم بمسح طوق الطول الخاص بك من السموم حتى تمكن الدرانة من المرون خلالها بسهولة وبحرية من العين الثالثة إلى الأوبرا من خلال شاشة العصع ستشعر بالدفء والاسترخى وزيادة الطاق وسنزداد الطاقة الحيوية في يديك، وستكون قادرا على الشعور بها، وستتنافر يدك أكثر وأكثر وإذا رأيت أن اليدين لا تتقاربان أو تتباعدة، فيمكنك أن تقول، ويمكن أن تكون يدك في الوضع الذي تشعر فيه بالراحة والراحة الآن ابق ثابتا أو تتحرك وأن تغرق في نشوة، أو تتواصل مع كيامك الداخلي لبدء البحث عن حل هذا الاستقرى موفق به للغاية أيضا لأنه بمجرد أن يرفع الشخ يديه ببساطة ويشعر بشيء بينهما هذا بالفعل حافز مع هلوس، فهو بالفعل في حال نشوة، ومن ثم فهي مجرد مسألة من التعم وماذا سيحدث لليدين؟ هل ستتقاربان أو تتباعدان؟ أو سيحدث لهما شيء آخر؟ اشرح له أن كل هذا دليل على نشوة عميق بهذا المعن فإن الشيء الوحيد الذي يمكن لأي شخص فعله لتجنب الدخول في نشوة هو ببساطة عدم رفع أيهم ولكن إذا أبقى يديه بلا حرك عن قصد، فهذا أمر مثير للقلق بالفعل وهو في حال نشوة مرة أخرى حتى لو ثبت يديه في جيوب طاله لا يهم هناك مثل هذه التقنية المصادقة أي أن تؤكد توافق على تصرفات العميل ترى الأيدي تبدأ في التجمع؟ نعم، نعم، جيد جداً، استمر، جيد جداً نقطة، تفريق، أيضاً جيد وبشكل عام جيد لكل شيء لأنه يحدث التنفس إطلاقه كل شيء غالباً يوجد التدليل بالتنفس في العمل السحري ما ينسب إلى قدر الإنسان المباركة على التنفس؟ وهو تحرير التنفس والشفاء وإزالة المشابك والكتل ورنشيت وتجيد الشباب والشفاء في كلمة واحد، كل شيء تفاصيل في إعادة الولاد والعلاج النفسي الموجه نحو الجثم عبر الشخصي في اليوغا وفي أوشو، ناربيكوف، ما لخوف الخلاص، كما قد خنأ القاري بالفعل، هي في نشوة قديمة جيد أولاً، كل قمية التنفس هذه تؤدي بالضرورة إلى فرط التنفس والتسمم بالأكسجين هذا إذا كنت تنفس بعقوة بتركيز على طول الطريق، يركز الشخ على مشاعره وعلى الإيقاع يحتاج أيضاً إلى مراقبة ما إذا كان يتنفس بشك صحيح لإزالة الشكرات على سبيل المثال إذا أضفنا أيضاً شرط التنفس من الإصبع الصغير إلى شحم الأذن اليسر فعنئذ يكون لدينا أيضاً هلوس يجب تخيل الشكرات أو البرانة من أجل فتح بعضنا البعو نهيك عن تركيز الانتباه وكاتليدي بالإضافة إلى ذلك، في معظم الحالات، يتم كل هذا تحت الاسترخاء الاستلقاء على بساط أو بساط أو العكس بإيقاة متزايد باستمرار هذا إذا كنت بحاجة إلى إحضاء العميل إلى التنفيس وتجارب عاطفية مماثلة بالدموع يغيره من مظاهر العمر لذلك لا تتردد في دنج التنفس في معجزاتك اليومية الصغير والأهم من ذلك لا تنس أن تخبر العميل بما يعنيه كل هذا بالنسبة له جيد بطبيعة الحل هل تشعر كيف يأتي العدوان ويحل السلام في مكانه؟ استمر حتى تتحرن الغضب وتفتح روحها للخير كيف ستعرف؟ سدب مع عيني ثم سيحدث أول شيء فسرار في الكعب تسسل توضيح نموذج المجال الإنساني جهز نفسك للاستمتاع بكل ما تشعبه أن ترى كل الأحسيس على أنها جميلة وتمجدها دخليا قم بتشغيل الموسيقى واتخاذ وضع مريح ومريح فالاستلقاء هو الأفضل تبدأ في أداة التنفس الدوري بسهولة وبساطة وتنظيم ذاتي لا يجب أن يكون لديك تأثير ضخل الرئتين نتيجة لعدة أنفاس سريع فإنك تمنأ رئتيك إلى أقصى حد ولا يوجد مكان للاستنشاق أكثر وتقوم بزفير طويل قصري الزفير عفوي ومريح في الوقت المناسب للحصول على نفس سريع ونشط كل ما ينبثق في وعيك مخاوف خبرات إلخ تشعر به وتشعر به في الجسد المادي ألم نوضعي قوي كما لو كان هناك حص هو نعم لك أنت تستحم في محيط لا حدود له من النعيم وتشعر به وتجربته بتفاصيل رائع كل ما تفعله حركات إرادي صراخ إلخ يؤدي إلى تطهير كيانك من الأوساخ لا تنهي جاسة التطهير إلا بعد تنشيط عدد كاف من المشاب النفسية وتخرج إلى السطح وإزالتها نتيجة لذلك ستشعر بالراحة والتحرر الداخلي وأخف وزنا ما لخوف صاد 166 إشارات من نشوة عندما يكون الشخص في حال نشوة فهو في مكان ما وإذا تواصل مع أي شخص في هذه اللحظة فلن يكون معك السؤال الذي يطرح نفسه كيف نفهم ما يحدث له هناك وماذا نفعل به بعد ذلك من خلال علامات الخارجية يمكنك بالطبع تخمين مدى عمق غيبوب وهذا كل شيء تقريبا إن سؤاله أيضا ليس مفيدا لقد صافت وعيك فقط وأزته على الإطلاق لإعادته في أكثر لحظات غير المناسبة لذلك للتواصل مع العميل في حال نشوة أي للتواصل مع اللاوعي من المفيد إنشاء ما يسمى بالإشارات الحركي اتفق مع اللاوعي على لغة التواصل الواجه أي أخبر العميل صراحة أو ظنيا كيف سيعطيك ملاحظات دون وعي نفضة في الإصبع أو إيماء أو نفضة في الركب أو صوت أو أي شيء آخر يمكنك للطبع استخدام الإشارات اللا إرادي لأن الإيماءات الطفيف والحركات اللا إرادية تظهر دائما تقريبا من المهم فقط ملاحظة ومقارنة وون الاعتماد على المعلومات الوارد أثناء عملية توجيه قدم للعميل مجمة إعطاء إشار نعم وإشار لا إن أن يختار العميل نفسه أو تطالبه بذلك مجمة يرفع الإصبع الذي يشير إلى نعم والإصبع الذي سيشير إلى لا أو أي إشارة أخرى الإيماء، هزي السق، النشوة، التحليق، إلخ مجمة أعلن فقط أنك ستطرح أسئلة وسيتمكن جسم العميل من الإجاب ثم، الاستمرار في إحداث نشوة، قم بنقل إشارة تدريجيا من خطة واعية إلى خطة غير واعي مجمة إرفع إصبعك نعم مجمة لا إصبع نعم يرتفع مجمة دع الإصبع نعم ترتفع مجمة دع لا وعي يجيب برفع إصبع نعم مجمة دع لا وعي يستجيب باستخدام الإشارات اللائراضي، يمكنك ببساطة أن تطلب من جسم العميل الاستجابة ومراقبة جميع الإشارات إذا لم تكن متأكداً، فاطلب من لا وعي لدى العميل تطخيم الإشارة نفسها أو ببساطة قرها تسمحك الإشارة بتلقي التعليقات وتنظيم مسار النشوة، وهي مفيدة أيضاً في تحليل المشكلات بالطبع، مما يحدث في نشو أعمق، على الرغم أنه لا يمكنك تسمي هذه الحالة السحرية للوحدة مع كل ما هو موجود بكلمة اكتذلة نشو يقع العمل الخاص بك كلما كان بإمكانك طلب الإشارات بشكل أكثر وضوحاً وانفتاحاً على العكس من ذلك، فإن نشو خفيفة ومحادثة وغير رسمية تغطل باهتماماً كبيراً بردود الفعل لا إرادي في بعض الحالات، من المفيد تقوية هذه الحركات وجعلها أكثر وضوحاً مائي للعميل في المقام الأول ثم استخدم البندولات والإطارات وجميع أنواع الأجهزة المماثلة حسن، اخترع بالفعل الأسطير وفقاً للسياق إما أن تكون حكمته الداخلية هي التي تهز يوم الجمعة أو أن العظيم بي هو الذي يوجه طاقة شي شخصه الفرعي غالباً يتم تفسيره من خلال الاتصال بمجان علومات الطاقة الحيوية للكوكب أو الاتصال مع كراك الشخصي للعميل إذا قط أيضاً بأداة قوس أجل ذلك بتضحي، فسيكون كل شيئاً خمس التدخل حسن، حسن، بينما تحدثنا لفترة طويلة عن طرق إلغاء الاعتماد فقد دخلت بالفعل وأقدمت عميلك الأول في حال نشوة وهذا حيح، دعنا نتحقق أنت على اتصال جيد العميل يثقبك، يعرف ما يريد، يريده كثيراً يعتقد أنه ستأخذه إلى هناك أو في أسوأ الأحوال تبين له الطريق هل هذا صحيح؟ ومرة أخرى، تحقق من الاتصال وموفقية النشوة يمكنك البد في الاقتراحة لكن لا تتسرع من المفيد أن تتذكر أن هيك التأثير الموحد واحد من السذاجة لا تقاب بأن الجهوب المبذولة لتحويل انتباه العميل يمكن أن تتوقف وتذهب مباشرة إلى الاقتراح يجب أن يستمر تفكيك الهوية مراراً وتكراراً وفي مكان ما على طول الطريق ليس من الواضح للعميل ادخال الاقتراحة لا يمكنك مقاومة شيء لا تعرف أنه يحدث يتم تقديم الاقتراح عرضياً كما لو كان عابراً عن طريق الصدفة أو إسقاطه عن طريق الخطأ الاقتراح عبارة عن رابط صغيل غير محسوس بالنسبة للعميل بين بداية تفكيك الهوية ونهاية الفترة الكامن عندما تقرر أن العميل مشتت بالفعل مرتبط مرتاح جاهز وصل إلى الحالة وحل وقل الاقتراح لا حالتك تبقى كما هي لن يحدث شيء خص في الداخل سيبقى الصوت متساوياً في قال بعدم اليقين ستقدم جميع الاقتراح اللازم فما تنتقل بسلاسة إلى الفترة الكامن وإنسبة للعميل لم تكن هناك انتقالات يستمع العميل أو يشارك في التدفق السلسل المحادثة إما عن شيء أو عن شيء مجرد إما أن العميل ينتظر منك أن تبدأ السحرة أو أنه يعتقد أن كل شيء قد تأخر بالفعل في أسوأ الأحوال يدرك أن كل شيء يحدث الآن ولكن ما يحدث بالضبط يقدره بشكل غير صحيح أفضل مساعدة من العميل هي عدم فهمه لما يحدث وثقة في الساحر مثل تم دفع المال للساحر فهو يعرف ما يفعله إذا قلت شيئا مثل انتبه الآن سيبدأ كل شيء ركز إذن في الواقع في هذا الوقت إما أن تصرف انتباه العميل عن الشيء الرئيسي أو تقوم ببساطة بإحداث غيبوب لا ينبغي أن يتم العمل للمقدس بطريقة واضحة للعميل هذا هو القانون الأول للسحر إذن التدخل هذا هو تأثير المحتوى الفعلي كان كل شيء قبل التحضير سيسلي بمن موهي ليبوها ياسر دورتشيكار حان الوقت الآن للوصول إلى لب الموضوع سنكرر الفكرة التي عرضت ضنيا عليك أيها القار في عشرة الصفحة السابق هذه الفكرة بسيطة وغير معقدة جوهر السحر هو الإيحة أو إنغماس في أذات جوهر السحر هو الاقتراح